بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض ريفيجن على منهج الساينس دي بريب تو الريفيجن دي مهمة جدا 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 ان شاء الله ما يخرجش منها ولا امتحان عاوزكوا تركزوا في كل سؤال في الريفيجن دي المنهج بتاعنا هو هو مفيش اي تغيير فيه من السنة اللي فاتت ما فيش اي عدلات وبالتالي هنستعين بفيديوهات المراجعة المهمة اللي انا عملتها السنة اللي فاتت ما خرجش منها ولا امتحان وان شاء الله السنة دي ما يخرجش منها ولا امتحان وبالتالي ركزوا كده في كل سؤال وفي كل نقطة احنا نقشنا في دي كل جزئية المراجعة على تلات اجزاء التلات اجزاء مع بعض حاول كده تشوف البرتز دي وربنا معكم ان شاء الله اتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر احمد البشر يلا بينا نبدأ في العموم انا مش بمشي بترتيب الملزمة يعني انا مش من الناس اللي بتحفظ يعني من هو ايه مستر يلا نحفظ ماشي لأ انا بحاول اناقش فكرة معينة والفكرة دي هيجي عليها اسئلة كتير فحاول ان انت تبقى من النوع اللي بيحاول يجمع الافكار كلها مع بعض بحيس انه يربق الامتحان ا ما خoftب الان يقول ايفه يا ام يبقى فاهم الامتحان مش ازاي او واثق في نفسه اثناء ام المrika tekert اما لو بدأنا كده نبحثوا على اسئلة التافقية هنلاحظ ان في اسئلة مباشرة وفي اسئلة محتاجة تفكير يعني في سؤال بيبقى ببشر جدا وفي سؤال جوه في التفاصيل المنهج بتاعنا كان بتقسم على 3 يونتز كانت 3 يونتز اليونتز الاولى لو تفتكروا كانت بتتكلم عن التيبل المهم اللي اسمه بريدكتيبل الجدول الدوري او البريدكتيبل والبريدكتيبل ده هو كان جدول بيجمع كل الاليمينتز اللي العلماء اكتشفوها وعمل جدول اسمه بريدكتيبل وده كان موضوع مهم احنا اتكلمنا عنه ونقشناه كله وكان نقشناه على 4 دروس يعني خدنا في الجزء الخاص بالبريدكتيبل خدنا حوالي 4 دروس في الموضوع ده وكان طبعا مهم جدا دي اسمه الدروس اللي في يونت 1 خدنا واخدنا اللي هي بتاعت البرريدكتيبل وخدنا واخدنا 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 درس الوتر يمكن درس الوتر هو مختلف شوية خلاص عن الدروس اللي فاتت وكان درس مهم انا عن نفس ان انت تتحتم شوية بدرس الووتر هو درس مهم جدا فوق مدد الخيال اليونت التانية طبعا بفكركم بالمنهج لان احنا هنناقش كل الحاجات دي واللي هلتزم في المراجعات ان شاء الله هيستفيد المراجعات دي مجانية فور فري على اليوتيوب يعني لو تعرفوا المجهود اللي معمول علشان تتقدم لكم فهي حاجة مهمة وكبيرة جدا ويعني احسن بكتير قوي من حاجات تانية بفلوس فحاولوا تركزوا اليونت التانية هي اتموسفير يعني الاتموسفير ده اللي هو اليونت اللي كنا بنتكلم فيها عن الفضاء والطبقات الغلاف الجوي والأروجين في اذون وهجاز وكانت يونت فيها تفاصيل كتير يعني ما نقدرش نقول ان هي كانت يونت عادية لا هي يونت فيها تفاصيل كتير جدا اليونت الاخيرة هي اليونت بتاعة الفوسلس ودي يونت كان فيها درسين سهلين ما فهمش مشكلة واحد بيتكلم عن الفوسلس واحد بيتكلم عن اللي هو الانقراط خلاص خلينا اسألكم طبعا مفروض ان انت تكون متفرج على الفيديو ده وانت مخلص المنهج بس لو حد مش مخلص المنهج ياريت تحاول تخلص الجزء اللي فاضلك بسرعة عشان تبدأ فيه اخر جزء في المنهج هو الجزء اللي يمكن ناس خلصت وناس ما خلصتش زي ما انا شايف على التليجرام زي ما يليكم اللي موجودين على التليجرام بيقولوا ان احنا في جزء لسه ما خلصناهوش في الفوسل او جزء فيه اللي هو الانقراط يعني جزء الانقراط في يعني ممكن ان احنا نبص بصة سريع كده على الجزء اللي هو اخر يونت اي اخر يونت اخر يونت اخر يونت تو ماشي او سوري يونت ري تمام الناس اللي هي تمام الحمد فيه ناس اه خلصت يعني اه كنا عملنا تجربة في الفيديو اللي احنا شلنا ده اللي هو كان قبل ده كنا عملنا تجربة ان احنا ناس تدخل معنا على الزوم ونتكلم اثناء اللايف ستريم انتو متعودين لو حد متابع اللايف ان انا انا اللي بتكلم وانتو في شهد بس كنوع من التجربة بين ان انا في فاينال ريفيجين ان حد يبقى يتكلم معايا او حد يعني يسأله كده ودي حاجة يعني كانت جميلة جدا اه حبيت ان انا اعملها يعني فممكن مع يعني خلال الحصة كده لو حد اه مناسب اه ان احنا يعني ناقش الافكار بتاعتنا او ان احنا نذاكر مع بعض اه يعني على الزوم فممكن ان شاء الله اه ممكن نجرب موضوع الزوم ده في وقت واحنا شغالين كده لو حد عاوز يعني يجربه ممكن يبقى 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 على التليجرام بس التليجرام اللي هو يعني على الرسالة عندي على التليجرام وانا هبقى اه اضيفه ان شاء الله اه لزوم حاجة مؤقتة يعني اثناء اللايفس ماشي طيب خلينا ايه ناخد الجزء الاخير من المنهج ونحاول ان احنا اه نشوف هو بيتكلم عن ايه او نشوف الافكار الاساسية اللي كانت في اخر جزء ماشي وممكن هنا استعين بحد بس حد يكون شاطر بقى علشان ايه يعني حد يكون ندارس الموضوع كويس علشان آآ نناقش كده مع بعض بعض الافكار اللي في اخر يونت لو حد فعلا بقى عاوز يبقى معي على الزوم الوقتي فانا يعني ايه آآ ممكن انزل اللينك بتاعي الزوم مفيش مشكلة طيب آآ مالك او ملك انا مش هفق الاسم كويس ملك ملك ازايك يا ملك عاملين طيب احنا خليك يا ملك آآ فتح المايك على اساس ان احنا آآ يعني آآ يعني اتمنى ان هم يكونوا اصلا آآ سمعين الصوت انا ما عافش هم آآ سمعين ولا لا بس آآ دقيقة بالزبط اتأكد بس اني الصوت آآ بتاعيك انتي عندهم يا ريت شباب لو انتم سمعين صوت ملك آآ يعني تكتبولي علشان نبدأ احنا آآ حابين ان احنا نبدأ نناقش اخر يونت واحنا اخر يونت كان عندنا اول درس كان اسمه ايه ملك اللي وحنا كنا في اخر يونت خالص اخر يونت اه اول درس اسمه فوسلس فوسلس يعني ايه يعني لو انا جيت سألتك هو مفهوم كلمة فوسل اصلا يعني ايه فوسلس آآ فوسلس هي بالعربي هي الحقية انجليش اه الحقية طيب لو انا مثلا حدي بيسألني طفل صغير بيسألني هو يعني ايه فوسلس اصلا بمفهوم عادي كده بسيط ايه يعني ايه بتعرف ان الحاجة دي فوسل او اقول ان دي تعتبر فوسل آآ لما تكون يعني مثلا حاجة من زمان قديمة آآ بس لها آآ بوائي في آآ حاليا يعني مثلا نقول مثلا على الداينوسور بونز مثلا ان هي فوسلس مثلا طيب احنا عندنا نوعين من الفوسلس خلينا الاول نقول الديفينيشن اوف فوسلس او التعريف بتاع الفوسلس وبعدين نقول ايه هي الفوسلس فوسلس او تريسس احنا على فكرة احنا منذكر اخر يوروت ماشي الفوسلس هي عبارة عن آآ تريسس اند ريمينس وده هنا يخلينا نوقف قدام الكلمتين دول ان يعني ايه تريسس ويعني ايه ريمينس ودي انا اشرحها يعني الفوسلس او سوري التريسس والريمينس مختلفين عن بعض الحفيات اللي احنا ممكن نلاقيها عن العصور اللي فاتت بتختلف من شكل اللي التاني بمعنى ايه بمعنى ان ممكن الانيمال او الكائن اللي كان موجود يسيب لي جزء من الاثار اللي هو كان بيعملها او الاكتيفتي اللي هو كان بيعمله الانشطة اللي هو كان بيعملها هو كان بيعمل نشاط معين فالنشاط ده لو ساب الاثار بتاعته بنقول على الحفرية اللي قدامنا دي انها اسمها ايه انها اسمها تريس والتريسس دي ده بتاعها فاول نوع من انواع الفوسلس هو ايه هو التريس النوع الثاني اسمه ريمينس التريسس دي احنا قلنا زي مثلا ان انا لاقي مثلا مسلا بارو مثلا او منطقة هو كان حفر فيها انما ايه ريمينس يا ملك يعني انا لو قلت يعني ايه ريمينس مش بالانجليز يعني احنا نرد ده الوقت كيف ببساطة فاهمينها يعني ايه ريمينس ريمينس يعني هي برضو من تريس بس هي بواقي لها بعد ما ميت بالضبط بواقي الانيما لنفسه يعني انا لو رقيت مثلا شارك تيف سنة ارش هل تعتبر تريس ولا تعتبر فوسل قصدي تريس يعني تريس ولا قصدي لمن تعتبر ريمين تعتبر من الايه تعتبر من الريمينس طبعا احنا بنناقش الفوسل وبنفتكر الحاجات الايه الاساسية وبشكل سريع يعني عندنا اربع انواع من الايه الفوسل عندنا انواع من الفوسل انا بس علشان ده اول لايف استريم ناخد فيه زي مكالمات فانا امركز الوقتي مع حد واحد وهبتدي ان انا اضيف ناس دانية المكالمات يعني ماشي هي تجربة جديدة وانا بحاول ان انا اعملها فيعني يتنجح يتفشل بس ان شاء الله هتنجح يعني اللي مجو على اللزوم حابب يتكلم ويناقش برضه معانا ياريت ان هو يعني يبقى يرفع ايده يعني طيب عندنا اربع انواع من الايه الفوسل ماشي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الفوصل. سهيلة انت سمعني? ايو سمعني حضرتك. طيب يعني ايه يا سهيلة? فوصل. يعني ايه المفهوم ده اصلا? نوع الفوصل ده ايه? هي عبارة عن فوصل. اه لو احنا شدناها فهي بتدينا جميع تفاصيل الجسم. اه سواء كان لحم او الفلش او الهير والهول شيب للبادي. وبتكون ده نتيجة ان هي حصل لها دفن سريع بعد ما ماتت في مكان. الله ينور عليك. صح كده انتي قلت نقطة مهمة جدا. ان الانيمالز اللي او الفوصل سعموما اللي حصل لها اه كومبليت بادي فوصل. يعني ال 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 بادي كله موجود زي ما هو. احنا ساعتها بنقول ان الانيمال ده او البي ده حصل له رابت بيرينج يعني حصل له انه هو اتدفن بسرعة. وعندنا هنا اكزامبلز للموضوع ده. عندنا اه اه مهمين جدا. اللي هما الماموث فوصل وعندنا الامبر فوصل. دول اه اه يندرجوا تحت فكرة الكمبليت بادي فوصل. يبقى الكمبليت بادي فوصل هنحط الماموث وممكن نحط مين تاني ممكن نحط الامبر ايه الامبر فوصل. ودول لو انت مش فاكرهم خلينا ناقشهم لما نيجي نحل في الاسر. عندنا بعد كده نوع تاني او نوعين اللي هما المولد والكاست. عاوزين حد بقى يشرح لنا المولد? ماشي وحد يشرح لنا الآيه الكاست. خلي خلينا ناخد Rolle. اه مثلا اا يوسف لو موجود او اا حبيبة او انس. اي عروقة. طيب خلينا اخد يوسف ازايك ياщё يوسف.... ازايك يا يوسف. الناس اللي هي فتحة المايك ردتا. لو عندك صداع في المايك لو عندك خدوء خليك فاتح المايك. ازاي كيا يوسف? ازاي مطابقة للأصل بتاخد لا مش عاوزين بقى خلاص نحاول نقلل بقى العربي احنا بدأنا بس كده بالعربي هنبتدي بقى نقول انه هو عبارة عن details ماشي بس details لل internal details internal details of structure of an old living organism حلو هي نسخة بتعبر عن internal details of living organism وهنا ده يخلينا نناقش النقطة دي لان الناس كتير مش فهم يعني internal details انا الوقتي لو جبتك بايا ومليت الكوباية دي رملة وبعدين شلت الرملة دي من الكوباية انا بلاقي ان الرمل ده خد شكل الكوباية من جوه ولا من بره من جوه من جوه صح ولا او مثلا انا عندي cup cake انا بعمل مثلا بطبخ مثلا فبعمل cup cake فصبت العجينة جوه المold او جوه الحاجة اللي هي القالب اللي بعمل فيه الكيك ده هو بياخد شكل القالب من جوه صح ولا لا وبالتالي ده المold هو يعني مثلا بيكون عندنا نفطرد ان احنا عندنا قوقعة او عندنا سنيل القوقعة دي نفطرد ان هي عاملة كده يعني خليون ايه عاملة كده فجاءت الرمال الرملة اللي موجودة في المكان ده دخلت جوه الجزء جوه السنيل دي مثلا او كده وده على فكرة زي الامونيت يعني فبعد شوية احنا بنلاحظ ايه بنلاحظ ان القوقعة نفسها او الجزء نفسه اللي هو كان في الاول ده اختف يعني الجزء اللي هو اساسا كان انا مش عارف امسحها بقى الوقتي مش عارف صراحة ممكن تتمسح ازاي بس ام م benefici يعني ممكن من هنا هون طب علي معلش يعني لو احنا جينا مساحنا ده او شلنا شلنا الجزء اللي هو ده هتلاقي ان الايه هتلاقي ان الرمال خدت الشكل مداخلي للسنيل اول شيء ده طب الكاست بقى خلينا ناخد حد يشفه لنا ايه هو الكاست لان الكاست بشكل بحيه منطقي لو كان ده فاكيد الايه الثاني هو الاكسترنال ديتيل صح ولا لا فخلينا نسأل كده حبيبة هو الكاست عبارة عن ايه حبيبة الكاست هو عبارة عن الاكسترنال ديتيلز بتاعة الليبينج أورجنزم اللي عندنا الشكل الخارجي يعني انا مثلا لو جبتلك الشكل ده خليناه كده اجيبلك اكزامبل ونوريلي الناس الشكل ده ده يعتبر مولد ولا كاست لا ده كاست ده يعتبر ايه يعتبر ايه يعتبر كاست لانه هو بيعبر عن الاكسترنال ديتيلز او الشكل الخارجي للانيمال ده حلو اوي بعد كده الجزء الاخير هو البيتريفايد فوصل وعلى فكرة البيتريفايد فوصل برضو ده عبارة عن حاجة غريبة جدا اللي هو فكرة ان الفوصل ما تبقاش زي ما هي لا لتتحول لرك لصخر بس هو مش صخر ماشي هو مش صخر هو اه اتحول ليه رك فمين يعرف يشرح لنا حيطة البيتريفايد فوصل دي يعني لو انا اخدت مسلا اه ممكن اه مين خلينا اخد عبد الرحمن مسلا او انا هنزل الايد كلها اللي يدري يشرح لنا البيتريفايد فوصل يقول لي طيب خلينا اخد احمد احمد بللل ولي احمد البيتريفايد فوصل ده ايه اللي حصل يعني مثلا لو انا عندي نبات بلانت كان فيه شجرة والبيتريفايد فوصل انه هو اه مات او حصل اي مشكلة اه والبيتريفايد ده او الشجرة دي ماتت اللي حصل عشان نسميها بتريفايد فوصل اه اللي حصل انه اه في اجزاء من اجزاء من الشجرة اتبدلت مع منرالز ف فكونت الشكل تاع الشجرة نفسها هو الفكرة ان الرمال ان هي السند بدأ يعمل ريبليسمنت لالورجانيك ماتر يعني بدأ يبدل بص كده بيقول لي ايه بتريفايد فوصل ذي ار فوصل ان ويتش مينرالز ريبليز داورجانيك ماتر وفق ان اول دي ليفينج اورجانيزم افتر داف بارت باي بارت ليفينج شيب وذوت اني تشينج يعني بدأ يحصل تبديل لي المادة اللي هي الماتر يعني او الماتيريال اللي هي الورجانيك ماتيريال جزء جزء لحد ما كل ما كل النبات اتحول لي فوصل ماشي الناس اللي على التليجرام انا قفلت جروب التليجرام الوقتي مؤقتا علشان الناس تركز ماشي البيتريفيكيشن هي البروزيس نفسها بقى او توركي او حلو او او تمام انا بس عاوز الناس اللي هي موجودة على التليجرام تركز لان دي اول مر احنا نعمل لايف ستريم وناخد زي مكالمات للناس و انا يعني اتمنى اني تكون التجربة نجحة لان انا لحد الوقتي ما عرفش هي لأي يعني فكرة هي وصلة فخليني هفتح جروب التليجرام تاني اسألكو احنا حبيلنا استمر بالاسلوب ده وبالنظام ده وده جديد جدا على فكرة ما فيش حد اصلا عامل ده تماما يعني الفكرة اللي احنا بنعملها في الوقت هي فكرة جديدة تماما ما هدش اصلا عملها قبل كده وصعب جدا ان هي تتعامل فخليني افتح الجروب تاني واحنا نكمل كده يا شباب ولا فكرة ان انا اتكلم بس بدون مشاركات دي الناس خليني كده افتح الجروب تاني تمام يعني احنا مستفيدين بالموضوع ده طيب انا انا على فكرة لسه واخد يعني انا مش واخد كل الناس تتكلم ومش كل الناس هتتكلم احنا بناخد اي زميل منكو او اي زميلة منكو وبنتكلم ماشي فيعني الموضوع بنحاول ان احنا يعني نتعلم فيه مع بعض فيه ناس مع الفكرة وفيه ناس لا بس يعني مازال اللايف ستريم شغال واحنا بنحاول ان احنا نتعلم من بعض يعني ماشي طيب انا بقى هكمل خلاص وهكمل جزء مهم في على اليونت التالتة انا شغال على فكرة في اليونت التالتة بنراجع كده سريعا وبعدين انا هبتدي احد ماشي فاللي عاوز نكمل بنفس الطريقة ان احنا نشرح وزميلكم معانا ونتناقش يكتب رقم واحد حتى واللي مش حابب ده يعمل رقم اثنين يعني ماشي فاحنا بنحاول ان احنا نكون متواصلين مع بعض وده حاجة ان شاء الله تكون كويسة تمام يعني الناس اللي حابة الطريقة الجديدة نص الناس اللي حابة يعني فيه كده وفيه كده اه تمام بس مش كل الوقت يعني فيه حاس بيقول ايه تمام بس مش كل الوقت زي الكل طيب خلينا نكمل وارجع تاني للشرح اللي احنا كنا بنشرح احنا عرفنا ان البتريفايت فصل هي عبارة عن فصل اتحولت لي الشكل ده بناء على انها فضلت فيه السان ده او فضلت فيه الرمال وده خليها اتحولت لي الرقم ماشي الناس اللي على زوم اللي منكم حابب يفضل موجود ماشي اللي حابب يخرج بس المهم بتركز ده الجزء المهم في درس الفوصل ولكن كان عندنا نقطة مهمة جدا حابب ان انا اتكلم فيها معكم ان الفوصل ممكن تحدد لي طبيعة المكان اللي كانت فيه الفوصل قبل ما يحصل لها عملية الفوصل او عملية الناية تحول لفوصل مثلا في عندنا حاجة اسمها نيمولايت فوصل والنيمولايت فوصل دي هي عبارة عن فوصل الفوصل دي بتقولي ان المكان ده كان هو التروبيكل يعني ايه يعني ايه كان هو التروبيكل يعني المكان ده كان فيه غابة والغابة دي كانت حر وفي نفس الوقت كان فيه امطار يبقى they are found النايمستون اه انا ياسف سوري معلش النيمولايت لا الفرن هي اللي بتعمل كده النيمولايتس دي بتعيش في قاع البحر فكان هو بيقولي ان النيمولايتس دي موجودة في المؤطم وإنديكيت ان الاريا دي كانت سيفلور من حوالي 35 مليونير يبقى انا لو شفت في الامتحان كلمة نيمولايتس بفتكر ان هي كانت سيفلور الفرن فوصل دي الفوصل اللي انا كان قصد عليها من شوية ان هي بتعبر عن ان المنطقة دي كانت هود ريني تروبيكل فورست او تروبيكل انفارمنت كانت بيئة فيها امطار بنار على ايه هي الوقت فيه شجرة او يعني فيه ليف بتاعت او فود برينت معينة او ورقة شجرة معينة والورقة دي طبعة على على ستون على حجر طب هي ازاي طبعت على الستون لو كان البيئة دي ما فيهاش ووتر لأ لازم يكون فيها ووتر والووتر ده هو كان السبب ان المنطقة دي كانت مض كانت تينة ورقة الشجرة وقعت عليها وطبعت فدي كده تعتبر هود ريني تروبيكل انفارمنت طيب كورة الفوصل الكورة الفوصل دي بتعبر عن المكان ده كان شالو كان منطقة شاطئ البحر شالو سي يعني شاطئ ليه البحر ماشي دي نقطة انا حبيت اقولها في الجزء الاخير بتاع الفوصل لان هو مهم جدا ده يخلينا نروح نرجع تاني بقى لملزمة الريفيجن ونرجع نشوف ملزمة الريفيجن بتقول ايه ملزمة الريفيجن هنا بتتكلم عن مجموعة من الاسئلة حوالين الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه مثلا بيقولي هنا طبعا هنا ده تعريف الاكستنشن تعريف الانقراض احنا خدنا الاكستنشن اللي هو الانقراض ده اللي بنعبر عنه بي ان الفصيلة دي العدد بتاعها فيدل يقل ليقل لحد ما كلها ايه لحد ما كلها انقراض ماشي نفس الفكرة دي بتتكرر بطريقة تانية وبافكار تانية بس في مجموعة اسئلة مهمة عن الجزء ده مثلا لسه بنقشينه مع زميلكو الوقتي اللي هو ده تعريف الفصل ده تعريف الايه تعريف الفصل نفسها طيب انا جاوبتها بروتكتريت ده طبعا ايه ده تعريف ال ايه التعريف الناتشرال بروتكتريت اللي هي ال ايه المحمية ال ايه الطبيعي انا بدئ بالجزء اللي في تفاصيل كتير علشان ايه علشان يكون ااااااااااااااااااااااااااااااى يعني واضح بالنسبة لكم في سؤال عندي انا مركز على يونس 3 الوقتي في سؤال عندي بيقول ده او دي العملية اللي هي كنا بنسميها عملية تحول الماتر او الورجانيك ماتيريال او الوود بتاع التري باي سيليكا طبعا ده اللي هو بنسميه لو حد من زمايلكم لسه موجودة على الزوم وحابب ان هو نرجع نحل شوية مع بعض ياريت يعني ريزهن ونبتدي نناقش كده مع بعض احنا نحل اسألة يعني انا باخد الاسماء الحقيقية بس يعني حد يكون لي اسمي يعني الاسماء اللي هي مش واضحة ناخد عبد الرحمن لو موجود عبد الرحمن نفتح المايك ايوه اه ازاك يا عبد الرحمن حمد لله نحل مع بعض يا عبد الرحمن كده وخلينا انا هقول السؤال وانت حاول تقولي الاجابة ده 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 الاكستنشن طيب الاكستنشن علي فكرة كان ليه تعريف تاني يعني لو تاخد بالك الديفنيشن النامبر تين ده او الساعتك في تريم النامبر تين هو هو فانت لذا جالك او دا جالك في الامتحان انت دايما خليك ايه خليك فكرة خلينا ناخد سؤال تاني معك انت برضو عبد الرحمن عارفك انا مركز على ايون السري الوقتي يعني انا ماشي مع الملزامة ايون السري الوقتي ماشي لو جينا قلنا ان في سؤال انا بحاول اللي يعفو يعني السؤال اللي يجي قدامي نجاوبه بص السؤال ده وده على فكرة كان بيعمل نوع من انواع هسألك سؤال كان بيعمل نوع من مولد ولا من الكمبيليت بادي فوصل ده الكمبيليت بادي فوصل وتعريف الريزوناس ماتر دي ايه ده الامبر الامبر الله ينور عليك طيب خلينا نشرح للناس ايه هو الامبر وبعدين ايه ناخد حد تاني برضو شكرا يا عبد الرحمن انت ممتاز ما شاء الله عليك طيب الامبر ايه هو خلينا اشرح لكم ايه الامبر زمان كان فيه حاجة اسمها وهي لسه موجودة على فكرة بس مش بالشكل يعني القديم ده كان بشكل اكبر من كده شوية الامبر دي هي عبارة عن مادة كانت بتخرج من الشجرة وكانت بتنزل على الفلاي اللي موجودة او الانيمال اللي موجود وتغطيه بالكامل وكان بيحصل لها بعد كده بقى يعني انها بتتجمد فلما بتتجمد بتعمل حاجة اسمها امبر فالتعريف ده من التعريفات المهمة جدا اللي ممكن يجيدي خلاص طبعا بيشرح لي هنا يعني ايه اللي حصل في موضوع ايه الامبر او ان ازاي حصل حصل السوليدفكيشن يعني لو حد عاوز برضي يشارك معنا في الزوم يقول لي انا على فكرة ليه الزوم بنزله مرة وبعدين اقفله واخلال الحصة بناخد فالناس تركز يعني ايه مش شرط ان انت تكون معاي على الزوم هي انا اصلا الزوم يعني دي حاجة فور فري ماشي يحن بس هشتكين دي في الفلوس يعني فخليني ااخد مثلا ااخد سامر ااخد سامر طيب سامر ولا سامير ولا سامر اسمي سامر سامر زك سامر احنا اتكلمنا قبل كبه من شوية طيب وده سؤال مهم جدا 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 انبست ان وايد جيغرافكال رينج ذين بيكام اكستينكت ايه ليه الانيمال ده او ايه الفكرة دي ايه الفكرة دي عن انيمال زي يعني هما كانوا عايشين لفترة صغيرة بس يعني الجيغرافكال رينج كان بتاعهم ويسع يعني وكانوا عايشين فترة كبيرة من الزمن ولا قليل لا كانت فترة قليلة حلو اوي خليني اجابة بقى اجابة اجابة السؤال ده ايه اصلا الاجابة هو انا مش هكرا اوي بس اه هي الاجابة قدامك اهي الاجابة اسمها اندكس فوسل إيه بقى الموضوع ده خلينا أشرحه للناس عشان اللي مش ملاك تمام يا سامر أنا هقفل المايك الوقتي وأكمل الشرح بتاع الحتة دي إيندكس فوسل يعني إيندكس فوسل يعني فكرة أنه يكون في ليفينج أورجانيزم عموما والليفينج أورجانيزم ده عاش لفترة قليلة جدا وكان علامة مميزة للفترة دي زي مثلا لما يكون في حاجة مميزة قوي حصلت في سنة معينة فكل ما نفتكر الحاجة دي نفتكر السنة دي فده اللي حصل أنه يقول لي أنه في إيندكس فوسل وده اللي بنسميه إيندكس فوسل وده من الأسئلة المهمة جدا جدا اللي بتيجي في الامتحان وبعد كده الفوسل سيدي بتختفي فبنسمي ده إندكس فوسل وده بيجي لك على فكرة في الامتحان كتير يعني ماشي طيب خلينا ناخد حد تاني من الناس اللي موجودة على لزوم مدام أنت رافع إيدك يبقى أنت عاود تجاوب ماشي فيعني أنا ممكن أطلب أنت نفتح الميك آآ خلينا ناخد عمر وفاطيمة اللي موجود منهم زائكة فاطيمة نحاول جchts Osman اسمها ايه كاملة? اسمها ماشي. ماشي. طيب احنا في مصر عندنا محمية. اه. اسمهم ايه مسلا? راس محمد. راس محمد. راس محمد دي كانت رقم كم? يعني كانت المحمية رقم كم تتعامل في مصر? اتنين تقريب. لا. ده سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا. ممكن يجيلي في الامتحان كمان. خلينا اخد عمر يجاوب لك على السؤال ده. هيا عمر. تفتكر محمية راس محمد. اللي هي راس محمد. انا بس عاوز اوضح قبل ما تجاوب يا عمر. هي يعني ايه? يعني محمية طبيعية. احنا بنحط فيها الانيمالس اللي مهددة بالانقراض. علشان ما تموتش او علشان ما يحصل لها مشكلة ويحصل لها انقراض. فانت تعرف يا عمر راس محمد دي رقم كم? عرف. لا. فكر. طيب هي راس محمد دي. اه في مصر ولا برا مصر? في مصر. في مصر. حلو قوي. خلينا اشرح لك الحتة دي. بتعرف انت شايف اللايفون تماعي ولا? ايه. طيب اقراضنا با يا استاذ الجزء ده. بتعرف انت عملت? ممتاز الله ينور عليك. يعني ايه برضو اللي احنا قرأينا ده? فهمت منه ايه? ان ايه. اول واحدة. اول محمية طبيعية اتعملت مصري. انا لو جيت سألتك. احنا برافو عليك. احنا في مصر عندنا محميات ايه وطبعا عندنا محميات كتيرة. مين اول واحدة اتعملت في مصر هي الراس محمد. وده من الاسئلة اصلا اللي بيجينا في الامتحان دايب. ماشي? طيب احنا ما زلنا في يونت ري وبنتكلم عن يونت ري وبنقش الافكار اللي في يونت ري. خلينا برضو مادام انت يعني اه الناس اللي هي انا خدت مجموعة قليلة جدا النهاردة على الزوم يعني. فلو انت رفع ايدك معناه ان احنا عاوزين نجاوك. ماشي? اه. خلينا اخد اه جوفاني لو موجود. ازايك? او ازايك? الحمد الله اه. اه جوفاني صح? اه. طيب خلينا اخد سؤال كده لو انت شايف اللايف يعني. اه انا دخلت في اسئلة والشوز وعلى فكرة انا هرجع حل ده كله تاني بس احنا بناخد افكار يعني. كنا لسه بنتكلم او الوقتي عن بروتكتريت. دي مين? ايه رأس محمد. طيب فوسل ار اوفن فاوند دي نيروك. دايما الفوسلس موجودة فين? في السيديمينت روكس. ايه السيديمينت الروكس اللي هي مقصود بيها ايه اصلا. يعني اقول بالعربي او استرغفاء. اغل IF بسألك ايه سليمينت الروكس دي يعني هل مثلا السخور الصلبا قوي. ديه سليمينت الروكس? لا . بقل لقل سليمينت الروكس دي فين? دي نقطة مجرد ملاحظ السكرة؟ اهlı جبل مقطع. لا . خليني بقا ايه خليك فتحي المايك 결ق وهناك Warren中国 يقول لنا يعني ايه سليمينت الروكس? حلوة على فكرة النقاش اللي انا بنقشه معاكو ده ان يعني ايه? بنفكر مع بعض. اه خليني اخد مين? ممكن اخد مايار او اللي موجود يعني. اه لو موجود ايه مايار اشرح حلم يعني ايه سليمينتلي روكس? اه ماشي. اه مستر? تعرفي يعني ايه سليمينتلي روكس? اه بصراحة ده موضوع مهم جدا ده. طيب اه خليني اخد اه مين? مين يعرف يعني ايه سليمينتلي روكس? الموضوع ده ده موضوع ده متجاوب عنه. مين ملك? انا ملك. طيب تعرفي يعني ايه سليمينتلي روكس? اه اه تقريبا الحجر الرنبي. ايوة صحي. او سخور رنبي. الموضوع ابسط مما تتخيله. اللي هي الساند الرمال. يعني السليمينتلي روكس دي. اشهر حاجة منها هي الحاجات اللي زي اللايمستون وزي الحاجات اللي هي ايه? اه يعني السخور اللي الاساس بتاعها بتكون الجرينز بتاعتها واسط. وبتكون فيها فراغات كتير. زي اشهر حاجة الرملة يعني. يعني لو مثلا الموبايلي وقع على رملة. غير لو الموبايلي بتاعي وقع على حاجة صلبة جدا زي الجرانيت مثلا. فالانيمال لما بيموت بنبتدي ان احنا نقول هو لو سمكة مثلا. السمكة دي وقعت في الرملة فاتغطت على طول بالرملة فاتحفظت. فاهم الفكرة? يبقى جابت السؤال. لان الميتامورفيك دي والفولكانيك والإجنيس دول كلهم لو انتو فاكرين في قول اعدادي. ما عارفش انتو فاكرين ولا لا. بس الفولكانيك دي جاي من الفولكان. جاي من البركان. اول وقت لو فيه انيمال مثلا مات ومات جواه بركان. هل ده هايحصل له عملية الفوصلاليزياشن او عملية ان هو يفضل موجود فيي الرملة? افرآ زر لي موجود في الحالة بتاعته او يكون محفوظ. لا طبعا. طيب خليني بما ان ملك معانا امم. مثلا امم. يعني امم. يعني امم من الاسئلة الغريبة يعني اللي هو ايه مش مش تقليدي ان كل الناس تبقى عارفة ايجابة فياريت ما حدش يرفع ايده الا انا هفتح على فكرة يعني هضيف ناس تانية في الزوم علشان ايه برضو يبقى فيه ناس جديدة ايه الفرق بين كلمة سنو اند ايس يعني وده انا مش هجاوب عليه بالتفصيل يعني بس نسمع كده افكار الناس انا لاتي لو جيت قلت في الامتحان ان الماموس ده ان هو محفوظ في الايس مش الريش سنو فهل في فرق بين سنو اند ايس يعني هو فرق مش كبير قوي بس خلينا نفهم لو حد عارف الاجابة فانا هعمل برضو يعني لوورنج للهند كلها وايه ونفكر تاني ناخد ايه استاذة فاطيمة اول يا فاطيمة ايه الفريفين بالن سنو وايس؟ اه تقريبا السنو اللي هو والاضي الارف 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 الا الا encima ده ان ما الايس يعني ايه؟ المياة لما بتتجمس الى حد الماء يعني احنا نقدر نقول هناخد حد تاني نشوف هل هو هيقول نفس الفكرة انا مش هجوي يعني انا هسيبك تسأل مستر الانجليش على الموضوع ده. خلينا ناخد عمر او ما عرفش مين بقى اللي موجود. بس عمر لو موجود. او سويني ناخد. لا سويني يا ملك ناخد حازم مثلا. عاوز نسمع كولين ميسو. ازاكي مستو. ازاكي حازم. تعرف ايه الفرق بين السنو والايس؟ اه. بصغل غريب بس يعني. طب يعني قلنا كده. اه. اه. السنو هو اللي اعطاكي ده هو التالك. اللي هو اللي حنا بنمشي عليه. اه. صح. اه. والايس اللي هو تحت المية. لما المية تتجمد. اه. يعني الى حد المية. طب هنسيب النقطة دي. كل واحد يفكر فيها ويشوف هو. ايه الفرق بين سنو والايس. ونرجع تاني. دي يعني في الانجليش هتفيدك اكثر. خليك معي يا حازم ناخد بعض الاسئلة كده معاك. اه. انا النهاردة يونت سري. يعني انا مركز قوي في يونت ريناه ده. مش عاوز ادخل في اي حاجة. طيب الذا اييييييييييييييييييييييييييييييييي اللي كان بيحل المحل المادة او الجسم بتاع الخشب نفسه السلكة سيليكا بس انت مش متأكد الناس اللي عن اليوتيوب ان عندي حوالي 200 واحد حاضرين بس محدش عامل لايك يعني ياريت اللي مش عامل لايك يعمل لايك لا اسمحت لو انتو حابين لو مش حابينو عملو دسلايك سيليكا وحازم مش متأكد مين يجواب لنا على السؤال ده خليني ااخد حد ايه جواب لنا على السؤال ده مين 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 ممكن ناخد نور الدين قولي يا نور تمامي مستر السيليكا بس هي مادة صمغية لا لا ده ده اللي هي الريزيونيس متر الامبر خلاص كلمة سيليكا الوقت انا ما باجي اتكلم مثلا على ان السيليكا هي اللي قاعدت مكان البترفايد فوسل ايه هي السيليكا خلينا برضو ننزل الهند كلها وناخد حد يقول انا ايه هي السيليكا يا جماعة لازم تكونوا فاهمين المنهج كويس الموضوع فعلا مش حفظ ماشي بس انتو شاطرين ما شاء الله عليك قولي يا انس قصدنا ايه بكلمة سيليكا يعني ياريت اللي عارف بس هو اللي يرفع ايدي او اياد او حبيبة قولي يا ملك ايه هي السيليكا اه هي الساند الساند العنصر اللي هو مكون الساند مش احنا قلنا ان الساند هي اللي بتحل محل ايه بقى الساند الساند دي منسميها العنصر اصلا اللي او اللي مكونها اسمه سالكة فهم الفكرة حلو او ممتاز الله نعمل عليك طيب ناخد برضو سؤال تاني اه لي الناس اللي حابة انها تتكلم احنا على فكرة ان هادا عاملين لايف غريب جدا انا اول مرة اعمل لايف زي ده والفكرة عجباني بصراحة ومش عارف هي هل اه يعني انتو حبينها ولا لا بس ان شاء الله تكون يعني مفيدة وتكونوا حبين احنا بنحاول نعمل حاجة مختلفة الملزمة كده كده معاكم وفي الطبيعي يعني في الطبيعي اصلا محدش بيعمل لايف هو او يعني كتدريس يعني محدش بيعمل لايف كتير واحنا هنا الموضوع مش مجرد يعني مش مجرد طالب ومدرس وبس وان احنا المعلومة انا بقولها لك وخلاص احنا بنشارك بعض في الدراسة وبنحاول نفكر وده حاجة فور فري انا بعملها للناس كلها يعني بجانب شغلي بقى طبعا بس انا بعملها فور فري فهي حاجة يعني انت برضو لو حس ان انت عارف المعلومات دي كلها لا او اتذكر بس لو انت هيبقوا معنا هتبقوا مصود جد من يعني خلينا اخد يعني الناس تتكلم معي شوية ناخد خالد او ندا يعني انا اللي موجود منكم يفتح المايك او عمر. آآ خلينا ناخد بعض الاسئلة. ايه مستر. ايه مين اللي معي? ايه مستر. طيب عمر وندا. آآ خليكم فتحين المايك لو نبدأ به ندا. آآ آآ خلينا ناخد سؤال انا بحاول اركز على اليون سري النهاردة. عشان ما نبقاش بس متشتين. المرة جاين كنا نركز على اليون كتو. طيب نسيب بقى نروح لأسئلة زي الامره بالكامل. طيب ايه لو جينا قلنا ان فاسل ايه موجودة في انهي روك? طيب. اكفيل المايك بقوا واسمعين من الزوم. يعني اكفيل لايف ستريم وخليكي معيها الزوم لما تخلصي على الزوم افتح الفاسل الموجودة في انهي روكس. طب قل انت يا عمر يعني ده غريبا صح وشرحنا النهار ده اللي هي الصخور الرسوبية طيب ناخد سؤال تاني يا أستاذ عمر حلو قوي السؤال ده ويمكن ما ما تكلمناش عنه النهار ده سؤال محير اه سؤال ده خلينا برضو نفكر يعني ناخد حد بس يعني انا هنزل الهند كلها اللي عارف بس هو اللي علشان انا اخلي جاوب السؤال ده اه ناخد مين اه يد محمد ولا مين انا مش انا الاسماء مش بزهراء اداني طيب ناخد استاذة اه مش ناخد استاذة فايروز لو موجودة اه وابراهيم سامح لو موجودة اه موجودة اه ازايك يا فايروز طيب اه مش هايفين تسمعيني ولا لا بس المايك مايك تافل اه ياريت تفتح المايك تاني يا فايروز مايك تافل اه اه طيب اقفلي صوتي انا بقى يعني اقفلي الصوت بتاع انا. اه عارف اجابة السؤال ده? غالبا لا. طيب. انا عارف تاني الجزء التاني. ما هو الجزء التاني اللي هو ايه? مفروض. لا غلط. ايه? لا. طب ناخد عبدالرحمن ابراهيم. قولي عبدالرحمن. السؤال. السؤال. السؤال 45. اه. بس اه بتروليوم. بتروليوم اكسبلوريشن. اه. وديرمينيشن اف ايه? ايه ده اه اه هو انت قلت سليمينتي روكس صح صح ده عمر قال سليمينتي يا روكس معلش يا عمر. انا طلخبط معلش. بس انت كنت صحي في جزء التاني. الجزء الاول هو بتروليوم اكسبلوريشن. وخلينا اشرح على الناس. انا اشرح لك بقى. كويس انت ايه? كويس ان احنا خدنا بقى نا من النقطة دي. اه. الناس اللي هي بتدور على البترول دايما بيلحظوا ان في بعض الفوسلز وبعض الحاجات بتبقى موجودة في المواقع اللي فيها بترول. يعني هو عادة اه اللي هما الناس اللي اه مهتمين بالارض او بعلم الارض يعني او علوم الارض. اللي هي الحفر وكده. اه في ال الويلس يعني في الابار وكده بيلاقوا دايما حفريات جوه هي 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 حاجات صغيرة مش كبيرة. مايكرو فوسلز. لايك فورامينيفرا اندري دولاريا. اه بتحدد يعني الفكرة ان انت بتلاقي حفريتين مش هندخل بقى في تفاصيل اللي هما الفورامينيفرا اندري دولاريا ودول بيستخداموا في البترولي ابيكسي طيب. دي واحدة من انواع الفوسلز. كمان الفوسلز بتساعدني ان انا عرف يعني بعرف عمر الايه عمر الصخور عن طريق ان انا لو عرفت مسلا الفوسل اللي موجودة دي عمرها دي بعرف عمر الايه عمر الصخور دي. كنا في listen to unit 2 اتكلمنا عن حاجة مهمة وهي الاوزون. وقلنا ان الاوزون ده هو غاز مهم جدا. وان الاوزون ده protect earth from ultraviolet tradition. وان هو مسئول عن ان هو يحمينا من الاشياء الضار. بس كان عندنا حاجات بتلوس الاوزون. خلينا بقى نبدأ نشتغل في الجزئية المهمة. كان عندنا حاجات بتلوس غاز الاوزون. زي ايه يا مستر الحاجات دي? خلاني نفتكرها مع بعض. البليوتان تقف اوزون غاز او اوزون لير. هما الملوسات اللي ممكن تلوس غاز الاوزون او تعمله دي كيه. انها تلوسه بمعنى صح. وتخليه كميته اقل. اول واحد اسمه كلورو فلورو كاربون. السي اس او سي اف سي اس. وده اللي احنا بنقول ان اسمه غاز الفريون. ده بيلاوز غاز الاوزون جدا. وده بيعمل او ده اصلا عبارة عن ايه. عبارة عن ان هو بيستخدم في الاير كونديشنينج ستس يعني بيستخدم في الحاجات اللي هي ملوسات لي او بيستخدم في التبريد بمعنى اصحة. في التلاجات وفي المكيفات والحاجات دي. يهمني بس انك تعرف الاسم. ده اوزون تاني واحد هو غاز اسمه ميثايل برومايد. انتشاره برضو بيسبب مشكلة عنده الاوزون. يبقى تاني واحد اسمه ايه اسمه ميثايل برومايد. والميثايل برومايد ده بيسبب مشكلة في الاوزون كبيرة. وده بيستخدم في في حفظ الاشياء اللي هي الزراعية وكده. لما بيكونوا مثلا المحاصيل الزراعية هم عاوزين يحفظوا عليها بيرشوا عليها حاجة اسمها هالون. سوريا اعاسف المثال برومايد. النقطة الثالثة هي الهالون والهالون ده بيبقى يعني بيستخدم في اطفاء الحراق. في التفايات والحاجات دي. ولكنه بيبقى مضر جدا برضو للاوزون. واخر واحد خالص هو النايتروجين اوكسايد. وكده هم اربعة. اربع غازات بيسببوا مشكلة في غاز الاوزون. اللي هم بنسميهم اوزون بوليوتنس. بيبقى اخر واحد هو الايه هو النايتروجين اوكسايد. وده بيبقى في الكونكورد اير بلينس اللي هي الطائرات النفاسة. يبقى الجزئية دي كده تمام مفهومة. احنا بنتكلم في بوليوتنس او اوزون جاز. ملوسات لغاز الاوزون. الملوسات دي بتكون سبب في ان الاوزون بيتلوس. طيب بس كده هو ده الموضوع بتاع الاوزون ايه هو ده بس. هل بقى في ملوسات بتعمل مشكلة لدرجة الحرارة بتاعت الارض ده اللي احنا بنسميه جلوبال وورمينج. يعني احنا عندنا مشكلة تانية خالص غير ان الاشعة تضرب تدخل. في مشكلة كبيرة تانية اسمها جلوبال وورمينج. ويعني ايه جلوبال وورمينج؟ يعني كونتينيوز انكريس في زيادة في درجة حرارة الارض. في زيادة في درجة حرارة ايه في درجة حرارة الارض. وده بسبب ايه؟ بسبب ان في غازات بتنتشر هي اللي بتسبب ان الارض درجة حرارتها تزيد. وده احنا ملاحظينه اصلا في الفترة احنا فيها الوقت. ان درجة حرارة الارض بتزيد فعلا. اه الجو سقع وكل حاجة بس ده مش الجو المفروض يبقى الجو اسقع من كده بكتير وامطار وكلام من ده احنا. يعني الحمدلله الجو حتى لو بتمطر الجو ده في شوية. والصبح بقى حر يعني انت لو نزلت للعصر. لا الجو حر. الجو مش برد. هو بس بقى برد بالليل. وده وده معناه ان كل ما بنطلع في الزمن قدام ان بتزيد درجة حرارة الارض. وده بسبب مجموعة من الغازات. مجموعة الغازات دي بتعمل حاجة اسمها جرينهاوس. والجرينهاوس ده معناه ان انت اكنك قاعد جوه قوضة ازاز. وقفلين عليك. وحطين ده في الشمس. فاكيد درجة الحرارة جوه الازاز ده عالية. انت تخيل لو قاعد في عربية وفي عز الشمس وقفل الازاز عليك. فدرجة الحرارة يزيد. ليه بقى? لان ادارة حرارة دخلت. وفضلت محبوسة جوه الازاز ده او المكان اللي كان فيه حرارة ده. وده اللي احنا بنسميه جرينهاوس افكت وفيه غازات هي المسؤولة عن المشكلة دي. في جازس هي المسؤولة عن فكرة ان درجة حرارة الارض تزيد. وده اللي بنسميها جرينهاوس جازس. وده منهم الاساسي. الشرير الاساسي هو الكربون ديوكسايد. الكربون ديوكسايد يزود درجة حرارة الارض. ويساعد على وجود حاجة جرينهاوس افكت. ايه كمان? الكلورو فلورو كربون. وهو CFCS. والميثان جاز والنيتروس اوكسايد والووتر فيبر. كل دول بيساعدوا على زيادة ايه? زيادة درجة حرارة الايه? زيادة درجة حرارة الارض. يبقى الجزئية دي انت محتاج ترجع تاني. اما انك تنقلهم من اللايف. او تحفظهم من الكتاب او باي طريقة. ده بالنسبة لي الجلوبال وورمينج والجرينهاوس جازس. في بقى نقطة خطيرة جدا هنا في الدرس ده. ماشي. وهما نقطتين. او يعني خلينا نقول ان هما نقطتين اصلا. النقطة الاولى هو تعريف الجرينهاوس افكت. يعني احنا عارفنا الغازات اللي بتعمل الجرينهاوس افكت. ايه بقى تعريف الجرينهاوس افكت نفسه? فيه تعريف للجرينهاوس افكت نفسه. فيه تعريف للجروبال وورمينج اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه ان continuous increase in average temperature of earth. ان فيه زيادة اللي هو قدامك ده. ان فيه continuous increase في درجة حارة الارض. فيه تعريف تاني بس ساعتها لما بيجي لنا بنقول عليه انه هو جرينهاوس افكت اسمه جرينهاوس افكت. وهو ترابينج of infrared radiation انتروبوسفير. ان يحصل ترابينج. ده التعريف ده مهم بقى. ان يحصل ترابينج. ليه الانفراريد رادييشن. ايه الانفراريد رادييشن دي? دي الاشاعة اللي بتبقى جاية من الشمس. وشايلة معاها الهيت. شايلة معاها الثيرمال انرجي. فما بتعرفش تخرج بسبب الغازات دي. والتالي انا عاوزك تحفظ تعريف الجرينهاوس تبص عليه. وتبص على تعريف الجلوبال ورمينج. اللي اتنين مهمين جدا. اللي اتنين في غاية الايه. اللي اتنين في غاية الاهمية. ماشي. يبقى تعريف الجرينهاوس افكت وتعريف الجلوبال ورمينج مهمين جدا. النقطة اللي كنت عاوز اقول عليها الاخيرة. ان احنا عندنا اتنين رادييشن. والسؤال ده بنسبة مش عاوز اقول مية في المية. بس بنسبة كبيرة جدا بيجي في الامتحان. وهي الجملة دي. الجملة دي مهمة جدا. بتقول ان ultraviolet radiation has chemical effect. وان الانفرا ريد رادييشن. وان الانفرا ريد رادييشن بتبقى ثيرمل ايه؟ ثيرمل ايفكت. يبقى ultraviolet radiation has chemical effect. والانفرا ريد رادييشن ليها ثيرمل ايفكت. يعني ايه؟ يعني الاشاعة بتاعت الالترا فيلوب بتسبب مشاكل كيميائية في الجلد وبتعمل مشاكل كبيرة. وتأثر على الشخص كيميائيا. وتخلي الجلد ويحصل في مشاكل. انما الثيرمل ايفكت ده بيجي من الانفرا ريد رادييشن. الانفرا ريد يدي حرارة. يخلي الحاجة تسخن. ماشي دي نقطة. احفظ الجملة دي زي ما هي كده لانها بتيجي في الامتحان. طب ده بيجي في الاسئلة ازاي؟ يعني الجزئية اللي احنا قلناها دي. تيجي في الاسئلة ازاي؟ خلينا اقري كده في الملزمة ممكن الجزئية الجزئية دي تيجي في الملزمة بكازا طريقة. طبعا احنا كنا نقشنا شوية اسئلة اللي تشوز او اسئلة ايه بقى المرة اللي فايت اسئلة السينتيفك ترم وهي الاسئلة السينتيفك ترم سهلة انت ممكن تبقى تقعد تحلها والاجابات كلها مزبوطة. مافيش مشكلة فيها. بس احنا علشان الوقت مش هيكفل احنا نحل كل الكامل من الاسئلة ده فاحنا بناخد افكار وانت بتكمل ورايها. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الهايدروجين بوند و اتكلمنا عن حاكتر جدا في يونت سري وهكذا. خلينا ناخد كده شوية اسئلة علينا قلت الوقتي وبعدين نكامل. ممكن يجي للسؤال بتاع الديجري اوف اوزون وايجابة دوبسون. يعني يقول لي هو الاوزون بيتحسب بيونت اسمها ايه؟ ايه اليونت اللي تحسب الاوزون اسمها دوبسون? ممكن يجي لي سؤال يكلمني عن فكرة الاوزون بيونت وان مين مش فيهم؟ طبعا احنا شرحنا قبل كده ان الكولورو فلورو كاربون ده اساسي في الاتنين اصلا في الاوزون بيونت وفي الجرين هاوس جازس. وتكلمنا عن ان الهالون طبعا الاوزون بيونت وان الميثايل بروميد طبعا الاوزون بيونت. ليس شرحينه من الوقتي. مين بقى الاستاذ بتاع الجرين هاوس او بتاع الجرين هاوس افكت الكربون دايكسايد. فاجبت السؤال ده كربون دايكسايد ليه؟ لان احنا اتكلمنا عن الجرين هاوس جازس او الجرين هاوس افكت ان كان منهم الاساسي الكربون دايكسايد وطبعا الايه؟ الميثان. طبعا اسئلة الكتير على انمط دا ممكن تجي لك. يعني ساري واinement في الميثو سفير. انت خاصي الاساسي. لم يكن. الملكة بتاعة اوزون دي والملوسات بتاعتها مهم جدا ان انت تاخد بالك منها السؤال ده بقى سؤال مهم جدا انه used in extinguishing fire. ايه اللي بيستخدم فيه ادفاق الحرائق? طبعا اللي بيستخدم في extinguishing fire هو الهالونس. زي ما قلنا قبل كده ان الهالون ده بيستخدم فيه ايه? بيستخدم فيه اكس تنجوشهنج. طيب ااااااااااا يعني في ناس اه انا عاوز نقطة محددة يا جماعة انا ما زلت مستني ان حد يقول لي على نقطة محددة. لأ مفيش زوم النهار ده يا عمر. تعالوا نفكر في موضوع المسائل ده. وانا هشرحها لكم بطريقة انت 100% ان شاء الله هتعرف تحل اي مسألة. علشان اسهلها عليك. علشان اسهلها عليك. خليها نبدأ بالمضمون وبعدين نروح للأصعب شوية. في الاغلب. في الاغلب. المسألة بتجيلك. انه هو عاوز التمبريتشر اد توب. في الاغلب. هو عاوز التمبريتشر اد توب. وبيديك اتفاع الجبل. ودرجة الحرارة بيدهلك في الجزء اللي تحت. خليني بقى اجيب لك كده الايه القلم بقى. ونقعد بقى نشرح كده ايه بهدوء شديد. انا عاوزك بقى تركز معي. عشان يبقى استفادنا النهاردة حاجة في موضوع المسائل ده. بص يا سيدي. تركز بقى معي. مش عاوز بقى ايه? الناس ايه تشاتلت. ماشي. بما ان الناس ايه يعني انا بقى في الجروب التليجرام عشان التشتت اللي بيحصل ده. عشان اركز لان طول ما احنا فاتحين الجروب. احنا او خليه كل خمس دقايق يعني. احنا الوقتي عندنا جبل. انا بقى الوقتي بتكلم على البروبلمس اللي في التروبوسفير. الجبل ده هو طالب مني حاجة محددة. وهي ان انا احسب التمبريتشر قتوب. عاوز يعرف لو في شخص واقف هنا. والشخص ده تحرك وطلع فوق الجبل. السؤال الاول. اللي انا هسألهلكم وما تردش لان انت ليك تعليق واحد كل خمس دقايق. ده عشان بس احنا على لايف بس. رد انت نكون عارف اجابة بس. السؤال الاول هل درجة الحرارة? او انا هقللكم شوية خليكم اه طبعا كل مش كل خمس دقايق كتير جدا. فخلينا قلل شوية ثانية. خلينا بس ابدأ شرحها على طول في المقصر. قللت كل تلاتين ثانية. السؤال الاول هل درجة الحرارة فوق? اتوب. زي درجة الحرارة? اتداون? ومين اقل? هل درجة الحرارة فوق? زي تحت? ولو لا فمين اقل? مين اقل? فوق? اتوب ولا اتداون? طبعا الاجابة لا. وان اللي فوق اقل. وبناء على ده انت فيه حاجات كتير جدا هتعملها. السؤال التاني عشان تفهم مسائل دي. هو لو الجبل ده ارتفاعه واحد كيلو متر. لو الجبل ده ارتفاعه وان كيلو متر. اهو. وان كيلو متر. ودرجة الحرارة تحت. نفترض ان درجة الحرارة تحت توينتي سيكس. تبقى درجة الحرارة فوق كام? من غير اي حسابات ومن غير اي حاجة. او خليها توينتي سيكس بوينت فايف. تبقى درجة الحرارة فوق كام? انا متأكد ان انت هتقول لي هتكون درجة الحرارة فوق عشرين. اللي بقى مش فاهم ازاي حسبناها عشرين دي مشكلة. هقول لك ليه? هقول لك ليه? الناس بقى تركز يا جماعة حتى بنحل مسألة? تركزوا. الناس عملت ايه بكل بساطة? الناس عملت ايه بكل بساطة? راحوا قالوا طيب لو درجة الحرارة تحت ستة وعشرين ونص فكل واحد كيلو متر انا بطلعوا كل وان كيلو متر بيساوي ست درجات ونص نقص بين قصن. فلو انا عندي جبل والجبل ده ارتفاع واحد كيلو معنا كده ان درجة الحرارة فوق اقل من تحت الفرق ده اللي احنا بنتدي له لقب بنتدي له لقب اسمه دي كريس ان تنبريتشر. مش هنسميه دي كريس بقى. هندي له لقب ادق شوية في الحزابات اسمه تشينج ان تنبريتشر. اللي تشينج ان تنبريتشر ده بيتحسب ازاي? الرقم اللي تحت والرقم اللي فوق ده الفرق بينهم. طيب ده بيعتمد على ارتفاع الجبل. والله لو الجبل كان واحد كيلو متر فالفرق ده ست درجة ونص. لو الجبل ده اتنين كيلو فانت بتعمل الرقم ده باي سيكس بوينت فايف عشان تعرف هو كام. ما يطلع ستين. لو تلاتة بتبقى تلاتة باي سيكس بوينت فايف. لان كل واحدة بسيكس بوينت فايف. كل واحد كيلو ارتفاع تقل ست درجة ونص. فلو اتنين كيلو تقل تلاتتاشر درجة. لانك عمل تو باي ايه? اه سيكس بوينت فايف. وبنقل على الكلام ده. اول خطوة في خطوات المسألة. بنقل على اللي احنا كان لنا فيه ده. اول خطوة في خطوات المسألة هي حساب حاجة اسمها تشينج ان تنبريتشر. حاجة اسمها ايه? تشينج ان تنبريتشر. اللي بيساوي هايت ملتبلاي الاتش. اللي هايت ملتبلاي سيكس بوينت فايف. ده بدايتك. فاي مسألة فاي مسألة انت في البداية. في البداية خالص. انت بتشوف. الفرق بين الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق. الفرق قد ايه? طب وانا هاعرف ازاي الفرق من اللي تحت والفرق اللي فوق. هتعرف الفرق اللي تحت والفرق اللي فوق عن طريق عن طريق الهايت. طيب. وده بتعرفو ازاي? ده بتعرفو عن طريق. ان لو انا عند الارتفاع ده بتو. فانا بكل بساطة. هتكون الحزبة هنا كام? لو قلتلك في الامتحان انتو كيلوميتر. احسب ازاي? الفرق من تحت الفوق. بكام? احسبوا لي كده? قولوا لي على التليجرام. ايوة في واحد حسابها اصلا اهو. لا احسبها لي كام? كام? هتبقى تو? الناس هي قالت هاي. هتبقى تو? ملتيبلاي 6.5. ماشي هتبقى تو? ملتيبلاي 6.5. اللي هي باي? اللي هي بي 13. ماشي? حلوة. ففي الحالة دي هنعمل تو? ملتيبلاي 6.5. طيب لو ما كانش بتو? نفترض ان هي كانت بي 3. كيلوميتر. واخد بالك انها لازم تبقى بالكيلومتر. لو انا تتحالك بحاجة غير الكيلومتر حولها كيلومتر. لو انا تتحالك بحاجة غير الكيلومتر حولها انت الكيلومتر. فهنا تبقى سري مثلا. دي النقطة الاولى. طيب انا بعد انه ما حسبت اللي تشينج ده. بعمل ايه? انا لو نفترض انه قلت لك ان الجبل ده ارتفاعه 2 كيلو. وبناء على الكلام ده هنعمل تو ملتيبلاي 6.5 فهتطلع اللي جابه 13 درجة. هو كده الدرجة تحرى فوق 13. فبناها دي هي الفرق من هنا الهنا فوق تقل 13 درجة لان ارتفاعه 2 كيلو. فانا الوقتي عاوز اعرف درجة الحرارة هنا كام? عشان اعمل لها ماينس الرقم ده. عشان انا هقل. فلو درجة الحرارة نفترض ان هي تحت درجة حرارة 30. وانت 2 كيلو ده يعني 13 درجة. فهتطلع فوق تقل من ده ثيرتين. وبالتالي احنا عاوزين نحسب قانون تاني اسمه تيمبريتشر. ده قانون التاني يبقى القانون الاول اهو لازم تكتبه في اي مسألة. تيمبريتشر اتوب اللي هو درجة حرارة فوق. هتبقى ايكوال ايه? هتبقى ايكوال تيمبريتشر. ات داون ده اللي هو البوتوب يعني. ماشي? ماينس الرقم ده. ماينس اللي تشينج. ماينس اللي تشينج ان تيمبريتشر. ماينس الفرق ده. ساعتها هتساوي كان في الحالة اللي احنا فيها دي. حد يحسبها لنا. بص كده الناس حسابتها ولا? هنعمل كم ماينس كم بقى? اهو الناس بدايت تقول اهو تطلع سيفنتين. يعني زي ما الناس بتقول كده الله ينور عليكم. يبقى هنعمل الثيرتي. ماينس ثيرتين ايه ثيرتي الرقم ده. والثيرتين هو الفرق اللي احنا حسبناه بتاعت الاتنين كم ده. يساوي سيفنتين. ماشي يا شباب. متر ده. يساوي سيفنتين. سيفنتين ايه بقى? سيفنتين سليزيز دجري. ماشي يا شباب. يبقى ده كده ايه? حلوة قوي. ده لو كانت المسألة اظن انها سهلة. يعني مسألة كده فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة خالص. تعال اجيب لك بقى مسألة ونحلها بناء على كلام ده. في ملزمة وعلى فكرة ملزمة معناها ان الكلام ده جي في امتحانات قبل كده انه مش مش جديد يعني ماشي? تعال نحط السؤال ده. ماشي. ونشوف حل للسؤال ده ايه? بيقول لي find the temperature او if the temperature احسب the temperature. او if the temperature at sea level. sea level ده اللي هو البتم يعني. can be twenty point six. يعني can be twenty point six. find temperature at top if the height is two килومتر. لو كان two كيلومتر. طيب حلو قوي سؤال سهل قوي. انا في الامتحان كده باجي بقى اي قلم رصاص كده على جنب بعمل ايه? ان ده جبل والله وده two كيلومتر. فانا عاوز اعرف الفرق من تحت الفوق كان بس. عاوز اعرف اللي change قد ايه? ماشي? فهنحسب two كيلومتر اللي هما دول. وممكن يتغير. ممكن يقى في مسألة تانية تلاتة. ممكن يقى مسألة تانية اربعة. خلاص? ملتيبلاي سكس بوينت فايف. يدينا ثرتين. حلوة قوي زي المسألة اللي اصلا نحن نقبل كده. بعد كده. بعد كده. هنروح اللي هو القانون التاني. بيساوي اللي هو داون بكام في المسألة اللي هتب كام بتوينتي. بوينت سكس. مينس. الرقم ده اللي هو ثرتين. هيطلع بقى رقم والرقم ده بالسليزيس. اللي انتو حسكتو تلع سيفن بوينت فايف غالبا او سيفن بوينت سكس او حاجة زي كده. ماشي? بالزبط انا بكتب القانون وعاوض اجيب الناتج. فدي مسألة التمبريتشر قتوب. طيب خلينا نعكس المسألة دي. وبنفس بنفس الحسابات دي وبنفس الكلام ده. بس هو لو كان عاوض تمبريتشر قدون. يعني عاوض التمبريتشر تحت. ودي بقى اللي ما بيجيش كتير. بس خلينا نفكر. نفترض ان انا جيت قلتلك ان ارتفاع الجبل اه لازم الخطوات يا جماعة. الحد يسألني لازم الخطوات اه لازم الخطوات. نفترض انه هو في الامتحان جابلي ارتفاع الجبل تو كيلومتر. زي ما هو. بس الداني الدرجة فوق. الداني. الدرجة فوق. ولتكن مثلا بتن. وقال لي عاوض الدرجة تحت. عاوض الدرجة تحت. هنحسب برضو الفرق ده. ما هو الفرق من تحت الفوق بكام. ما هو الفرق من تحت الفوق ده ترتين. بس السؤال هنا. هنطرحهم من التن. ولا هنزودهم على التن. يعني احنا لما كنا بنحسب التوب. كنا بنعمل ماينس اللي تحت ده ماينس اللي ايه الفرق. المرة دي هنعمل بلاس ولا ماينس. ايوة المرة دي هنعمل اد. المرة دي هنزودهم على الرقم اللي فوق. فالقانون اللي تحت. القانون اللي هو اللي تحت. بتاع temperature at top. مش هنكتبه بقى temperature at top. هنكتبه temperature at down. ده في حالة انه عاوز درجة درجة تحت. equal temperature at top plus change in temperature. فهتبقى عبارة عن temperature at top اللي هي بتان. او ماينس تان زي ما هو يدهالي. plus ال ايه? ال ترتين وهتطلع درجة هي دي temperature at down. يبقى انا بعكس القانون بخليه plus. لو كان عاوز درجة الحارة ده في النقطة التانية او المسألة التانية ان هو عاوز درجة حارة down. مفهومة ولا? لان هندخل بقى على النوع التالت اللي هو عاوز ال height. ان هو عاوز درجة حارة down او اللي هو في في ال base بتاعة الجبل بنمحة معه التوب. مفهومة يا جماعة ولا لا? خلاص تمام? تمام زي الفل. فاضل بقى ايه? فاضل واحدة سهلة جدا. اسهل. اسهل واحدة اصلا فيهم اللي يا رب قالنا. وهي ان اصلا يديك درجة الحارة فوق وتحت. يديك درجة الحارة فوق وتحت. وعاوز ال اه اه وعاوز يعني ايه الفكرة التالتة خلينا ايه او معلش انا بشرح ببطء يا جماعة الناس الشاطرة تمام انت شاطر بس في غيرك لقيا كان السبب هو محتاج يفهم. المسألة الاولى ان هو كان عاوز درجة الحرة تحت فقلنا هنجيب الفرق بناء على الاتش نعمل الاتش مينس الاتش ملتبلاي سكس ونجيب الفرق. بعد ما نجيب الفرق نطرحه من هنا اه سوري التولى كان عاوز اللي فوق. نطراره من هنا ونجيب اللي فوق. المسألة التانية ان هو كان من ديني اللي فوق وانا بعملين له ده عشان يجيب اللي تحت. طيب مسألة التالتة او الفكرة التالتة انه هو يديني درجة الحرة تحت ودرجة الحرة فوق ويقول لي حساب الاتش. ودي من وجهة نظر من هي اسألهم يعني هو عاوز يديك درجة الحرارة تحت ودرجة الحرارة فوق طب مريد سهلة جدا وانا الوقت لما اجا اقول لك درجة الحرارة هنا مثلا ثيرتي ودرجة الحرارة هنا نفترض يعني انها مثلا ايه تان وقول لك يا حسيبلي الاتش طب ما سهلة قوي هاتلي ده مينس ده لما اجيب ده مينس ده يديك اللي تشينج فاكريني اللي تشينج اللي هو الفرق من تحت الفوق طب ما الفرق من تحت الفوق ده اصلا كان ليه علاقة بالاتش ان كل ست درجات ونص هم عبارة عنوان كيلو فلو انا جيت حسبت هنا المسألة دي لو جيت قلت ان اللي تشينج اين تنبريتشر الفرق في التنبريتشر بيساوي ايه بيساوي تنبريتشر ات داون مينس تحت مينس التوب يعني هيساوي تنبريتشر الفرق من تحت الفوق بيساوي عشرين درجة طيب العشرين درجة دول بيساوي كم اتش؟ اعمل التوينتي دي ديفايدد سكس بوينت فايف اهو كل درجة من دول بست كل درجة ست درجات ونص من دول بواحد كيلو خلاص تطلع مسلا مسلا يعني افترد رقم ده الاتش مش يا جماعة بكل بساطة لو جات لك مسألة احسب الاتش كالكوليت هايت ماشي بكل بساطة اطرح الابتنين مع بعض واقسم اعمل ديفايدد سكس بوينت فايف دي المسائل خلاص واي مسألة هتجيلك في الامتحان شبه اللي انا شرحته فارجع تاني للفيديو ده انا هسيبه متسجل على القناة جايز انت الوقتي مفهمتهاش بس ارجع تاني حلها السؤال الوقتي تحبوا ناخد مسائل على الموضوع ده تعال اديكم مسألة وهارجع تاني اقول معلاش الناس الشاطرة اللي هي حاسة ان الكلام ده سهلة عليها تمام ده حالة كويسة ادي بس فرصة لغيرك تعال اخد المسألة دي فكر بقى في المسألة دي قبل ما انا حلها بص يا كابت مسألة جات في الامتحان قبل كده كالكوليت هايت يبقى هو عاوز ايه انا بتخيل في الامتحان كده ان في جبل وهو عاوز الاتش وافتكر المستر ال هيديك الدرجة دي والدرجة دي تترحم من بعض تعملون ماينس وتقسم على سكس بوينت فايف بس تعال نشوف افزا تمبريتشر قد فوت فوت يعي تحت بصورتي وتمبريتشر قد تب بماينس ناين انا مليش دعو بقى ماينس مش ماينس المهم درجتها ناين اهي ماينس ناين يعني اعمل ايه يا مستر ان علشان احسب الهايت بكل بساطة اعمل اللي انا هقولك علي ده احسبلي التمبريتشر قد فوت اللي هو تحت يعني ماينس تمبريتشر قد تب يعني هاتلي الفرق ده من تحت لفوق الفرق ده عنده ديفايد الكامل اللي يطلع عن المالي ديفايد الكامل سكس بوينت فايف شفت المسألة بتاعة الهايت سهلة ازاي تحط بقى الدرجات اكناك في حصة ماثماتيكس الفوت بكام بثيرتي ماينس التوب بكام بماينس ناين خد بلا كده ماينس ناين فهنحطها في براكت كده ما هي ثيرتي والتوب بماينس ناين خلاص يبقى ماينس ماينس ناين اللي هي كده بلاسي يعني تشوف هتطلع كام اللي هيطلع ده هو الاتش ونحط جنبه كيلو متر بس ادي مفهومة ولا لازم الناس تكتب لي مفهومة ولا لان لو مش مفهومة لازم ترجع للايف تاني وتشوف اللايف ده من اول تلعب بسكس الناس كتبتلي ان هي تلعب بسكس ماشي خلاص مفهومة يا جماعة النقطة دي دي مسائل الايه الاتش وكلها سهلة اصلا وما فيش فيها اي مشكلة في حد كاتب خليني اجيب الكومنت ده عشان جايزة هو كاتبها صح دي الرولس يا جماعة اللي عاوزها هو temperature at top equal temperature at bottom منس اتش مالتيبلاي بشديد طريقة اللي انا هحلب بها بس ماشي يعني شوف الفيديو انت وكتب القوانين اللي انت هاوز نروح يعني الجزئية تانية تعالوا نروح لجزئية تانية اللي افض يا جماعة مهمة جدا وبعتوها لزمالكم يعني ابعت اللايف ده لزميلك او حطه على جروب المدرسة او حطه على ويسيبوا انت ملكش دعا مين لا هيستفيدوا مين مش هستفاد ماشي الووتر بوليوشن الووتر بوليوشن هو عبارة عن تلوث المية وبرده يعني ايه تلوث المية يا مستر يعني اصدك ايه بي الووتر هو اضافة اي شيء للمية يخلي صفاتها تختلف اضافة اي شيء للووتر يخلي صفات الووتر تختلف فبنقول عليها it is addition of any substance to water which cause continuous gradual change in water properties يعني هو اي حاجة تتحط لي الووتر تغير من صفاتها وده بيحصل بطريقتين اما ان هي natural بشكل طبيعي او artificial يعني الحكاية دي بتتم اما ان هي naturally يعني بشكل طبيعي ان يحصل فولكينو مثلا ان يحصل بركان ان يحصل مثلا فلوتس ان يحصل كل الكلام ده مفيش مشكلة او artificial ان الانسان يبتدي ان هو يلوس الماء بنفسه طب ايه انواع الووتر بليوشن types of water pollution دي النقطة اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل ايه انواع الووتر بليوشن قال لي type الووتر بليوشن لي types انواع واول نوع منهم اسمه biological pollution البيولوجيكال بليوشن البيولوجيكال بليوشن ده ان واحد ياخد البقرة بتاعته ويقول ايه لما انزل الترعة وده طبعا حاجة بتلوس الميا الميا وبنسمي التلوث ده بنسميه biological pollution يعني تلوث بيولوجي بيكون التلوث ده تلوث بيولوجي بيكون اسم تلوث ايه تلوث بيولوجي طب ما عادي يا مستر ممكن واحد يقول ايه طب ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ان احنا نعمل ده عادي لا مش عادي خالص ده هيسبب امراض والامراض دي خلاص زي مثلا الايه الانفكشن وذ ماني ديسيز زي البلهارسيا تيفويد اند ايه اند هيباتايتس اول سؤال عندنا هناخد اسئلة من عندنا ماشي يعني من الامتحانات عموما ومن الامتحانات قديمة عندي وحاجات كده كده كتير فما تركزش السؤال ده منين ممكن انا نكون اجابه من الامتحانات قديمة بس يهمين الفكرة بتاعته فعشان كده انا جبت السؤال السؤال ده بيقول لي ايه السؤال ده بيقول لي ان مين في دول عنده similar properties يعني ايه similar properties عنده نفس chemical properties واحنا كنا ايه انت بنقول ان الحاجة دي لها نفس الchemical properties لما كان عندهم نفس number of electrons in outer most energy level يعني احنا كنا بنقول ان هما عندهم نفس العدد من او نفس chemical properties لما كانوا بيكونوا متسويين لما كانوا بيكونوا متسويين في outer most energy level في ال الالكترونس اللي في الاخر الالكترونس اللي في الليفل الخارجي فتعالوا نعمل configuration لكل واحد انا لو جيت اعمل configuration انا لو جيت اعمل configuration القاضي الـ فهلاقي ان القي دي عبارة عن 20 21 هلاقي ان القى ده عبارة عن 21 وهلاقي ان الامج ده عبارة عن 2A2 وهلاقي ان البي عبارة عن 2A5 وهلاقي ان الال عبارة عن 2A1 وبالتالي انا هسأل نفسي سؤال مين في دول عنده similar properties ال similar properties دي بتتحدد بناء على number of electrons number of electrons in outermost energy level فانت لو بصت للسي 820 هتلاقيها 2 8 8 2 اهو فكرة ان داي بقى 2 وداي بقى 2 كده هم عندهم same properties عندهم نفس الصفات يبقى انا لو جال في الامتحان قال لي مين عنده نفس البروبرتس نفس الصفات باختار اللي عنده same number of electrons in outer most energy level ده سؤال مهم جدا سؤال تاني مهم جدا وانا النهاردة بناقش اسئلة هي متوقع ان اتجيلك في الامتحان ومش في الملزمة يعني الحاجات دي للناس اللي بتحضر اللايف فقى جهاز ده اسمه هوفمن فولتميتر جي قبل كده وسألني عليه اكتر من سؤال سألني سؤالين السؤال الاول بيقول لي ده سؤال مهم جدا في الامتحان السؤال الاول بيقول لي سألني اكتب المعادلة الكيميائية ويتشي إلستريت كيميكال ري اكشن اللي بيتعبر عن الكيميكال ري اكشن في المعادلة دي او في الالكترلايسس ده اولا اسمها الالكترلايسس فوتر تحليل المية وتحليل المية معنا ان احنا بنفكك مكونات المية للمكونات الاساسية للهايدروجين وللاكسجن والجهاز ده انا عاوز اوريك شكله تاني لان حضرتك لازم تحفظ الجزء ده صم تفهمه طبعا الاول وبعدين تحفظه و وعاوز اقول لكم حاجة يعني مش عارف انتوا هتفهموها ازاي بس يا جماعة عبعتوا الفيديوهات دي زي ما يلكم انت ممكن تنقص حد ان هو مش عارف في المادة حاجة كتير ايه معت الفيديو على جروب المدرسة على على جروب الفيز يعني فهم حطوا على الواتساب في الجروب يعني زي ما يلكم محتاجين الكلام ده الرسمة دي قدامك الوقتي بتاعة الهوفبن فولتميتر هو سألني اول سؤال في الامتحان ده بيقول لي write chemical equation اكتب المعادلة كيميائية فهدي المعادلة كيميائية هي طب انا لما احفظها احفظها زي ما هي زي ما هي المعادلات يا جماعة ما فيهاش تغيير في الارقام المعادلات لازم تكون مركز في كل رقم 2H2O يدينا 2H2 بلاس O2 ادي اول سؤاله تاني سؤال بيقول لي what is the volume of gas which burn with pop sound هو مين اللي كان بيتحرق بpop sound الهايدروجين ولا الاكسجين قلو لي انتوا بقى في التعليقات في التليجرام الناس اللي معايا الوقتي على التليجرام مين اللي كان burn with pop sound الهايدروجين الله يناول عليك صح يا عمر الهايدروجين وصح يا احمد هو اللي كان burn with pop sound طب نكمل السؤال when you approach لما تقرب glowing splant if the volume of other gas 6 cm هو هنا الباب sound الهدروجين ويقول لي ان الother غاز اللي هو يبقى O2 بقى ب6 يبقى الهايدروجين بقى ب12 لانه بيقول لي ايه قل لي الفوليوم اللي يتحرق باب sound اللي يتحرق الباب sound الهايدروجين لو كان الاثر اللي هو الاكسجين ب6 بما ان الاكسجين اللي هو التعني فالهايدروجين الضعف بتاعه مسائل مسائل الهوفمان مسائل مهمة جدا والافكار بتاعته مهمة جدا وهي مش مسألة في الحقيقة مش مسألة يا جماعة الووتر فيها اكسجين وهيدروجين الهايدروجين ضعف الاكسجين لو انت معانا أو اه المهلة طويلة على التليجرام حاضر يا نور حاضر هشوف الوقت معنا المشكلة يا نور ان انا لما بفتح التليجرام الناس بتقعد بقى ايه تتكلم كتير وبيدعوا وقت انصحك او ينصحك عموما انك انت ما تكتبش اي حاجة غير في الموضوع انا قللتلكم المدة خالصة هوا ماشي عشان تكتبوا حاضر يعني انا قلتلكم حاضر خلاص انا قلتلكم كل عشر ثوانية تكتب بس ركزوا والله في اللايف النهاردة مهم جدا نكمل يا جماعة بنفس الطريقة دي الناس رد علي نكمل بنفس الطريقة دي وناخد اسئلة متنوعة ماشي بس ارجوكوا ركزوا واعملوا لايك لللايف واعمل شير لللايف يا جماعة احنا يعني انتو خلاص عارفيني الكلام دا يعني طب نكمل بنفس الطريقة دي وركزوا لو سمحتوا الجزء التاني بتاع البس حاضر هبقى حطولك في البلاي لست يعني هشوف البلاي لست هو ده الجزء التالت يا جماعة ولا ده الجزء التاني الناس اللي هي متابعة معنا اللايفات وبتحضر هو ده الجزء التالت ولا التاني اعتقد ده التالت اه ده الجزء التالت تمام يلا بينا ناخد مسألة تانية او ناخد فكرة تانية والفكرة دي عبارة عن جدول والجدول ده يا جماعة دايما بييجي والناس بتبقى قال انا منه عالفاتي الجدول مثلا يجيب لي سؤال زي كده مركز بقى معي زي كده ولازم تفهم الجدول عشان تعرف تجاوبه اولا ده جدول زي اي جدول يعني هو بيعبر لك عن ده انه هو البريك تيبل وان البرائك تيبل ده انت لازم تكون فاهم كل حاجه فيه اه دي كده اسمها جروب ودي اسمها يعني اللي بالطول اسمه جروب واللي بالعرض اسمه بريود وانه في الاول دايما وايه وانه ايه وانه بتخش كده دي الجروبس وده كده الايه او دي البرائدس دي الجروبس طيب ايه السؤال وات از سيمبل او سيمبلس يعني انت هنا تختار واحد او اكتر اللي بيعبر عن انرتيجاز مين في دول بيعبر عن انرتيجاز طب ما الانرتيجاز دي كان اخر جروب اللي هو الزيرو جروب فيلا ساعدوني بق الانرتيجاز نمبر ايه مين ومين ومين نختار طبعا الان او ال او ماشي او ال او هو البارت التاني اتحزف لا طب معلش حشان بس الناس اللي بتسأل على الجزء التاني من المراجعة اتحزف ازاي ده الجزء التاني من المراجعة او فيه لخبطها اتحزف ايضا هشوفوا حاضر واقولكو طب انا هشوف البارت التاني يا جماعة واقولكو انا ما عرفش ايه اللي خلاها اتلغبط كده بس هشوفوا واقولكو حاضر طيب ماشي حاضر ايوا فاكرين لما حصل لخبطة فعلا طب ايه رأيكم نخلي ده نخلي ده الجزء التاني ونتفق على معاة التالت ماشي حاضر ركزوا بس يعني احتمال اعدل ده خليه ده التاني والتالت اعمله لكم بعدين ماشي او اعمل واحد تاني واسميه التاني يعني هنزبطها ماشي حاضر ليكم عندي لايف تاني المهم يعني ان الان ارتجاز هنا هو الان والقوم وبعدين عندنا الكاليميتلز الكاليميتلز هو جروب 1A اسم 1A فهيبقى A و B خلاص هيبقى A والA A والB ماشي ال A والB ده دول الكاليميتلز او في المكان بتاع الكاليميتلز الهالوجينس الهالوجينس يعني الجروب القبل الاخير اللي هو في 7A الهالوجينس هي الجروب القبل الاخير اللي هو هيبقى عندك L والM ماشي ال L والA و E والM و what is the simple which represent ايه هو الرمز اللي بيعبر عن largest size element in third period وده سؤال غريب شوية يعني ايه يا مستر هقول لك انا اولا فين third period دي البريد الاولى ودي البريد التانية ودي البريد التالتة احنا عندنا قاعدة بتقول ايه عندنا قاعدة بتقول ان اللي في الاول ده بيبقى اكبر في الحجم وان اللي بعد كده بيكون اقل في الحجم اقول تاني ان اللي في الاول ده بيكون اكبر في الحجم وان اللي بتمشي من left to right size bl لما تمشي من left to right size bl وبالتالي من اكبر atom C في ال period 3 ده اللي هو C ماشي يبقى بناءا على بقية مستر اللي على الشمال دايما اكبر من اللي على اليمين اللي على left side اكبر من اللي على right side ماشي حلو طب السؤال الاخير بقى بيقول لي ايه بس الناس اللي حضرة معي live الوقتي الناس اللي هي حضرة معي live الوقتي بصوا يا شباب في live انا عملته اللي هو الجزء التاني live ده فاصل انا هدور عليه وارفعه لكم تاني يعني ماشي خليكم فاكرين انا هارفع الجزء التاني بتاع المراجعة وده الجزء التالت وفي لايفات تانية برضو طبعو بس جروب التليجرام ماشي مستأكتف نون متل طبعا هيبقى L مستأكتف نون متل لان الجزء ده دايما هو في اكتر 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 نون متل الجزء اللي هو ده ده اللي فيه اكتر اي نون متل ناخد سؤال تاني بنفس الافكار دي انا بجيب اسئلة بس تعالوا ناخد مجموعة اسئلة scientific term ونحاول نفكر في الاسئلة دي بس ارجوك وانت بتجاوبني اكتب رقم السؤال اكتب رقم السؤال اللي بتجاوب يعني اقول لي مثلا number one كذا كذا عشان الموضوع عشوائي وركز على الاسئلة دي ان الاسئلة دي اسئلة انتحانات انا مش بجيب الاسئلة دي كده وخلاص ماشي يلا نبتد نركز بيقول لي هنا ايه it is measuring unit of atomic size of elements it is of atomic size of element ده اسمه ايه number one بص على الإجابات اسمه بيكوميتر زي ما الناس كتب برافو one بيكوميتر بيكوميتر number two ملاحظة يا مستر مش فينا مسؤال اولاني بصي حبيبي الاتوم لها size size بتحسب بايه بالمتر لا بالبيكوميتر هاسمها بيكوميتر هدينا عرفنا number two time of ultraviolet radiation زاد pentrate pentrate يعني بتعبر بتعدي pentrate بنسبة 100% هنا pentrate يعني بتعدي بنسبة 100% احنا كنا خدنا الناس اللي هي مش عارفة احنا بنتكلم في ايه احنا كنا خدنا نوع او انواع من ultraviolet tradition والaltraviolet tradition دي كانت ثلاث انواع في منها اللي كان بيعدي وفي منها اللي ما كانش بيعدي فلو جينا بصينا على الجدول ده ماشي هتلاحظ ان ايه حاضر هجيبلكو بس الصورة اوضح شوية هتلاحظ ان في النير ultraviolet ايجي الاشاعة النير ultraviolet تعدي من الغلاف الجوي تقول الغلاف الجوي انا عاوز اعدي يقول له تفضل يعدي كلك مية في المية يعدي يعني بنسبة مية في المية الاشاعة دي بتعدي خلاص دونت بنتريت ناينتي في برسنت لو بيعديش بنسبة مية في المية الفار دونت بنتريت وان هوندر برسنت لو بتعديش بنسبة مية في المية خلاص يبقى السؤال هنا للناس اللي هي يعني بدأ تركز في الموضوع ده الاجابة زي ما سامقلكم اقلين في التليجرام اهو اهو النير يوفي او النير ultraviolet ماشي نكتب في الامتحان نكتب نير ultraviolet ماشي شباب نرجع تاني السؤال اللي بعد كده بيقول لي continuous decrease without compensation in the number of certain species of living organism until all members of species die out لحد ما كل الفصائل دي بتموت طبعا ده الا الا الاكستنكشن الانخراض مش محتاجين ان احنا يعني ايه نفكر فيه سؤال سهل جدا اكستنكشن واعرف كلمة دي بتكتب ازاي اسمها اكستنكشن number 4 بيقول لي in which metal are arranged in descending order according to their chemical activity طبعا ده اسمه chemical activity series ودي نقطة مهمة جدا في الامتحان ان هو بيجي يقول لي رتب لي الالمنس دي او ترتيب الالمنس بناء على قوتهم بناء على مين الاقوى ومين الاضعف ده كانت عمل في حاجة اسمها chemical activity series ودي بتوضح ان الالمنس مين الاقوى ومين الالمنس الاضعف وممكن ان احنا نبص بصة سريعة على الجزئية دي فانا هشرح الجزئية دي سريعا لاهميتها كنا اخدنا تعريف التعريف ده اسمه chemical activity series وممكن يجي لك complete يجي لك choose يجي لك scientific يجي لك باي طريقة المهم انه اسمه chemical activity series وايه هي chemical activity series هي عبارة عن arrangement للميتلس بناءا على قوتهم الميتلس مش زي بعض في القوة الميتلس مختلفين عن بعض في القوة وده الترتيب بتاعهم يعني حضرتك لازم تحفظ الجدول ده صم او على الاقل تكتبه مرة او على الاقل تبصله كذا مرة تبصله كذا مرة و تحفظه وتقول ايه طيب عشان انا بقول ده بيجي في الامتحان يقول لك ان البوتاسيام والسوديوم دول اقوى تنين في الميتاليك اكتيفتي والكالسيام والماجنزيوم اقل react slowly with cold water الزينك والايرون بتفعلوا معها high temperature او الووتر فيبر والكابروزينك هتقول يا مستر من عارف لا احفظهم بالترتيب لان هيجي في الامتحان يقول لك مين اللي مور اكتيف عن مين تقوله ده مور اكتيف عشان تطلع ده وتحفظه قديني قلت كذا مر السؤال اللي بعد كده بيقول لي curved lines that join points of equal pressure in pressure maps ده اللي اسمه ايزو بور عبارة عن curved lines كده عبارة عن دوائر الدوائر دي موجودة بتوضح المناطق اللي متساوية في pressure المناطق المتساوية في الضغط وبتعمل خريطة كده بيستخدمها الناس اللي بتطير والناس اللي هي الطيارين والناس اللي هي مهتمة بالطقس وكده علشان ايه علشان يدرسوا المنطقة فسريعا كده خلينا فكركم بي pressure maps pressure maps دي عبارة عن خرايط والخرايط دي فيها curved lines يعني فيها خطوط والخطوط دي بتوصل equal pressure يعني بتوصل ايه المناطق اللي فيها نفس الضغط اللي فيها ضغط متساوي وفي حرفين عشان لو جالها في حرف ال L وحرف ال H ال H يعني high وال L يعني low وإيزوبار يعني curved lines that join the points of equal pressure in atmospheric pressure maps اللي بتوصل ال equal pressures مع ايه مع بعض الناس اللي على اليوتيوب احنا حوالي 200 واحد على اليوتيوب حقيقي اللي عملي like هما مية فهل مثلا انتو مش مستفيدين يريد ناخد بالنا من المنوضة لو انت حاب تعمل like يريد تعمل like لان ده حاجة يعني مهمة بالنسبة لي نرجع تاني للأسئلة لو من اعز علام منكم يعني بصراحة بس يعني ايه نحاول نكام it is a replica يعني زي يعني قالب of internal details of living organism after death internal يعني داخلي وداخلي يعني mold انا هنا بتكلم عن mold fossil بتكلم عن الحفرية من الداخل وخد بالك من حتة mold والcast دي انا عاوزك تفتكدها المold دي بتبقى تفاصيل element او الاتوم يعني من جوه سألين نحن تفاصيل الفوصل من جوه number three layer that contain charged ions اللي بيكون فيها charged ions and has most rule او important rule in wireless communication طبعا ده ionosphere ماشي ده ionosphere وآخر واحد is a first periodic table for classification of element اول واحد عمل او اول محاولة لعمل الtable كانت mandleaf زي ما زي ما يقولون ممتازين mandleaf periodic table excellent زعلان لي يا مستر والله زعلان عشان الناس اولا ما بتحضرش live ثانيا لما بيحضروا live ما بيعملوش ولا subscribe ولا like يعني فشكرا جدا يعني ناخد اسئلة تاني ونركز وام وخلينا اقولكم ان في معادلات يا جماعة المعادلات دي لازم تتجمع وتتذاكر في live اللي فاتة انا كنت شرحت معادلات وكده هبقى يعني هبقى حاول افكركم بالحاجات دي بس ماشي تعال نجاوب السؤال ده انه سؤال مميز شوي ارجوكو بركزوا في السؤال ده بصوا يا شباب في مسائل الارتفاعات والجبل والمونتن وكده احنا ما بنشتغلش بالمتر بنشتغل بالكيلومتر يعني يا مستر بنشتغلش بالمتر بنشتغل بالكيلومتر اقرى المسألة دي معايا كده بيقول لي at foot of mountain foot of mountain يعني تحت 13 degree given the height of mountain 3000 meter كالكوليت تنبريتشل قد تبقى وزيح ستغلق الحرفو وبعدين قول لي mention ice can be formed ولا لا هو اولا ice بيتعمل عند درجة حرارة 0 مبدئيا ice بيتعمل عند درجة حرارة 0 وانت هتحسب المسألة لو الرقم طلع اقل من زيرو minus يعني negative ده معانا ان هيتكون ice طيب السؤال الوقتي هو انا لما بشتغل على الحايت بشتغل عليه بالمتر ولا بالكيلومتر انا لما بشتغل على الحايت في مساء اللي تدفعت بشتغل عليها بالمتر ولا بالكيلومتر الناس اللي بتتكلم في الجودة يا جماعة انا بعمل live بجودة عالية جدا بس انتم مش عارفين تعلو الجودة بص انت تخش على live عادي خالص دوس على الشاشة كده على الفيديو نفسه هتلاقي في علامة النجمة دي شايف علامة النجمة دي او الترس ده دوس عليه واختار quality هتلاقي اول واحدة تسمعها quality واختار الاعدادات او الجودة المتقدمة وعلق الجودة واللي عالية عنده الجودة يكتب كده تماما سترعيلة الجودة بنشتغل بكيلومتر بنشتغل بالكيلومتر وبالتالي المسألة اللي هنا دي المسألة اللي هي قدامنا الوقت دي بتقول لي ايه بتقول لي ان انا عندي 3000 متر انا اول خطوة هعملها ان انا هتخيل شكل المسألة ان فيه جبل ماشي اهو ان فيه جبل والجبل ده ارتفاعه 1 كيلومتر خلينا نعمله كده على جم ان فيه جبل والجبل ده ارتفاعه 3000 متر انا بقى ما اشتغلش بالكلام ده هكتب النهايد بتساوي 3000 divided 1 1000 عشان يتحول من المتر للكيلومتر اللي هو بيساوي 3000 متر انا بشتغلش عليهم بشتغل على 3 كيلو وهبدأ اتخيل ان فيه درجة حرارة تحت ودرجة حرارة فوق مين الاقل في درجة الحرارة مين الاقل اللي تحت ولا اللي فوق يعني فوق الجبل هو اللي اقل في درجة الحرارة يا ترى مين اللي هيكون اقل في درجة الحرارة طبعا فوق الجبل صح فوق الجبل لان كنت كل ما بتطلع 1 كيلو متر the temperature decrease by 6.5 ديجريس كل ما بتطلع كيلو بتقل درجة الحرارة درجة الحرارة 6 درجات ونص طب هم كم كيلو هم كيلو ولا تلاتة كيلو تلاتة كيلو وبالتالي انا اول حاجة هحسبها في المسألة دي ان عاوز احسب هو الفرق في الدرجات الحرارة من تحت الفوق الدقيه وده اللي احنا بنسميه change in temperature وده اللي بيساوي height multiply 6.5 height by 6.5 هنا هم كان كيلو تلاتة تلاف كيلو ولا تلاتة بس يعني هاعمل هنا 3000 multiply 6.5 ولا اعمل 3 multiply 6.5 اعمل 3 multiply 6.5 صح كده فهحسبها تطلع قد ايه حد يحسبها لنا بقى لو سمحتوا حد حسبها لنا تلاتة كم تلاتة 19.5 الفرق طيب 19.5 دي هي فرق درجة الحرة من تحت الفوق الفرق بس الفرق عايزين بقى نحسب كم بقى درجة الحرة فوق يعني في النهاية برضو كم درجة الحرة فوق ده اللي احنا بنسميه temperature at top بتساوي temperature at food اللي هو تحت يعني minus change in temperature يعني temperature at food هو L إن الدرجة حررة تحت 13 هنطرحها من الفرق لأن كل ما طلع بتقل فهقل 19 درجة يطلع كام يطلع minus يطلع كام يا جماعة الفاينال ريزل تطلع كام minus 6.5 يبقى درجة حررة فوق 6 درجة ورس minus تحت السفر يتكون تلج ولا ما يتكونش تلج اللي مفهمش المسألة دي يرجع يفهمها تاني الله ينور عليك يا اياد yes ice can be formed temperature equal minus 6.5 degrees اكسلنت أحلى أجاب شفتها ممتاز بيتكون ممتازين يا شباب يبقى بيكون ice ماشي ناخد سؤال تاني لا اسألة دي هتجاوب هالي بس بشرط انك لما تكتب سؤال اكتب رقم السؤال عشان اعرف انت بتجاوب انه سؤال اتفضل و اتفضلي حلي معانا ركز 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 جايب لي بيقول لي indicate أو indicates extension أو الاكستنشن الانقراض ميلي بيدل على الانقراض فصل بروتكتريتس ايفليوشن ايكولوجيكال اكوليبرم ايه الحاجة اللي ممكن نستخدمها عشان تعبر عن ان كان فيه كائن وانقراض ده سؤال غريب جدا ماشي احنا الفوسلس يا جماعة ده طبعا ايجابة فوسلس ماشي الفوسلس هي عبارة عن اداة بتعبر عن الكائن موجود ولا انقراض ما هممكن يكون فيه كائن وجيت انا لقيت الفوسل بتاعته وروح تدور عليه بعد كده ملقيتوش معانا كده انقراض ثاني سؤال يبقى اجابته فوسل وخليك فاكر ان الفوسل بتدل على الاكسينجشن يعني لما يكون فيه فوسلس انا قدر استخدمها واشوف فيه كائن نانقراض اللي نسا عايش مجموع 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 الاتنين مع ملاحظة ان الاول اللي هو الهايدروجين ضعف الاكسوجين لذلك مجموع الهايدروجين والاكسوجين عاوز يبدأ بالهايدروجين وبعدين الاكسوجين يكون كامل كامل لو هما ستين نقسمهم ازاي هل نبدي تلاتين وتلاتين ولا نبدي اربعين وعشرين يعني اربعين للهايدروجين وعشرين للأكسوجين سؤال حلو واعتقد ان انتو ما شفتوش الاسئلة دي قبل كده تبدي ضعف للهايدروجين والنص للأكسوجين الاسئلة دي حلوة او لا اسئلة مميزة جدا انا مخلي الاسئلة دي لكنتو في اللايف بس اسئلة حلوة ماشي يبقى ضعف خلاص للهايدروجين والنص للأكسوجين خلاص يا جماعة نكمل السؤال اللي باعكاب يقولي برسنتاج او اوزون لير 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 بتبقى 300 دوبسون فكرة انه هو يبقى تاكل 150 دوبسون يعني انت وصلت للنص انت وصلت وصلت للنص فانت هتبقى 50% هو مش بحتاج حسابات يعني النقطة دي مش بحتاج حسابات انت اصلا كلك على بعد 200 فلما تبقى اليروجين 150 ده كده انت وصلت للنص ده سؤال غريب ده سؤال غريب ده سؤال غريب يعني ايه هالوجين اولا كلمة هالوجين يعني عنده كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل مبدئيا بسرعة بقى يلا حد يجاوبني انا مش بسأل على ان الاجابة كام لما اقولك هالوجين عنده كام الكترون برا عنده سبعة ركز بس معايا ركز معايا لما اقولك هالوجين يعني عنده كام لا الهالوجين ده في جروب سيفن ايه يعني عنده سبعة طيب وبقولك كمان معلومة وبقولك معلومة انه في السكند بريود يعني ايه الكلام ده يا مستر كلمة السكند بريود دي كلمة سكند بريود يعني عنده كام لفل عنده 2 الليفل كلمة سكند بريود يعني عنده اتنين لفل وهو هالوجين يعني في الاخر في سيفن هو اي هالوجين عنده سيفن في الاخر ويقول لي في الساكن بريد يعني عنده اتنين يبقى 2 و 7 يبقى بتساوي 9 شفت ولا واحد فيك وجواب صح يبقى لإجابة 9 ولا واحد كان جواب صح 17 غلط 17 ده 287 يعني بريد 3 ده بيقول لك هنا في الساكن بريد في البريد التانية ماشي حلوة يا أميرة حلوة السؤال ده فهمت السؤال فهمت السؤال نمبر فور ولا فهمت قولي فهمت لو ما فهمتش ركز في الشرح أنا بقول لك هالوجين كلمة هالوجين ده معناها أن في الآخر فيه 1 فيه 7 وساكن دي بريد يعني هما اتنين عد بقى سهلة جدا يبقى نايم ماشي يا جماعة ناخد أسئلة تانية طبعا بوش هنا كلمة بيمنع 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 95 بيمنع 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 95% ايه رأيكو في الأسئلة دي أسئلة حلوة اعتقد انتوا ممكن اول مرة تشوف الأسئلة دي أنا مش هدفي ان هو يكون يتشوز على قد ما ان ياخد الأفكار المختلفة اجهزوا لنوعي الأسئلة تانية جميلة هناخد بقى سؤال جاي حلو قوي اه انا عشان كده النهاردة انا عندي ليفلس من اه مهي صعبة شوية بس انا عندي ليفلس من الأسئلة النهاردة انا عاوز الليفل بتاع الليف يكون عالي شوية تعال ناخد السؤال تاني ونفكر فيه مع بعض سباني بس كلكوا السؤال السؤال على فكرة دي اسئلة امتحانات كلها يعني دي جات في امتحانات قبل كده مش باختراحها دي اسئلة جات في امتحانات قبل كده ركز بقى معي السؤال بيقول لك ايه اولا جايب لك رسمة وبيقول لك what is the atomic number of element Z زد عشان انا سهل عليك القصة دي لما بتمشي من الليفت للرايد انت بتزود 1 ولما بتنزل من فوق لتحت بتزود 8 خليك بقى فكرة عشان تفتكرني في الامتحان لما بتتحرك من الشمال لليمين بتزيد 1 لما بتتحرك من الup to down انت بتزود 8 electrons على الاتوميك نمبر اللي معك فهنا الاتوميك نمبر Z ده هيكون كام؟ هيكون 12 لانك زودت 1 طب والم اه الله طب ده هو مش عاوز الام ده هو عاوز الـ اللي قابله يبقى اللي قابله هنقص 8 يبقى الـ هتكسب كام؟ هتقلل تمانية صح كده يعني هتشيل تمانية من 11 يبقى 3 أول واحدة 12 صح كده تاني واحدة 3 الله ينور عليكم والله ما شاء الله عليكم بما انك بتزود على اللي بعده 8 يبقى هتنقص من اللي قابله 8 يبقى هنا 3 what is the type of oxide in element L هو الـ ده أصلاً عبارة عن إيه؟ الـ الـ ده 11 يعني عبارة عن 2 8 1 عندك كام إلكترون في الأوتر most energy level عندي 1 يبقى انت متل ولا لا متل؟ انا متل ومدام انت متل يبقى متل أكسايد يبقى انت بيزيك أكسايد ولا أسيدك أكسايد؟ انت بيزيك أكسايد شوفت أنا حالته إزاي؟ نقول تاني انت بجيبلك المنت في الامتحان أقولك هو الأكسايد بتاعه إيه؟ هو الأكسايد نوع من 2 يأما متل أكسايد يأما نان متل أكسايد المتل أكسايد احنا بنسميه بيزيك أكسايد النان متل أكسايد احنا بنسميه أسرق أكسايد فانت بتسأل نفسك بكل بساطة انت متل يبقى اسمك بيزيك أكسايد مفهومة ولا لا؟ السؤال ده يا جماعة سؤال واضح مفهومة ولا لا؟ السؤال ده مفهومة ولا لا؟ كله على بعضه كده لأنه هيجي لك واحد منه أنا متأكد هيجي للناس كتير بينكم إن دي أفكار اللي امتحانات كلها طيب الحمد لله نخش على اللي بعده ندخل على سؤال داني حاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أمتحانات اللي معاكو بس تعالوا نجاوبوا مع بعض نمبر 1 يقول لي The most metallic element property هو عاوز من الرسمة اللي قدامك دي اكتر element او اكتر metallic element اكتر metallic element هنا في Y زي ما انتو كتبين كده احنا عارفين ان دايما ال group 1A هو اللي فيه most metallic elements اخر واحد تحت دايما هو اقوى واحد element located in period 3 period 3 يعني عنده كم لفل عنده ثلاثة اظن فهمتوا الموضوع ده group 6 يعني في الاخر في 6 لما اقول لك period ال period دي معناه هو عنده كم لفل ال period دي معناه ان عنده كم لفل عنده ثلاثة و group 6 يعني عنده في الاخر 6 يعني عنده في الاخر 6 يعني عنده في الاخر 6 يبقى 2 8 6 يبقى هو كم على بعضه يبقى 16 element is a number 12 is a هو قصده هنا في الاخر 6 اه لا سوري ده احنا هفروض نقول له هو انهي واحد هو في period 3 يعني ادي اول واحد اهو ادي ثاني period ادي ثالب period و group 6 a ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يعني الام يعني an element atomic number 12 atomic number 12 ده يعني ايه atomic number 12 يعني هنعمل له configuration 2 8 2 يعني هو في period 3 و في group 2 ايه فين بقى period 3 ادي اول period ثاني period ثالب period و في group 2 يعني واحد اثنين يبقى زد ماشي انا بمشي مع السؤال واحدة واحدة هنا في تاني واحد ده عشان ده احنا جوابناه بسرعة period 3 بتعدى ادي واحد اثنين ثلاثة و فين group 6 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ام بس يبقى ام و ده زد ماشي يا شباب